موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم حلقة جديدة من ملعب الأهلي في اليوم الأخير للأسبوع الثاني موسم 2018-2019 أربع ممورات أقيمت النهاردة أولها كان يجمع ما بين بيرامدس والإنتاج الحربي وحسم اللقاء بالتأكيد التعادل الإيجابي واحد اللقاء الثاني كان مصر المقصة والمؤولين العرب وقدر مصر المقصة أنه يتفوق على المؤولين العرب وخصوصا في الشوت الثاني بعدما كان متقدم المؤولين العرب بهدف مقابل لشيء قدر مصر المقصة أنه يرجع للمبرامة مرة تانية ويحرز هدفين ويفوز بأول ثلاث نقاط موسم 2018-2019 تبقى مباراة أو كان في نفس التوقيت مباراة نجوم المسابل أو سموحها مع النجوم FC المباراة كانت في برد العرب وده ملعب سموحها النهاردة والتعادل السلبي 0-0 وده يحسب بالتأكيد لنجوم المسابل أو نجوم FC المرة التانية والجولة التانية أنه هو يتعادل 0-0 ما أحرصه هدف ولا جاه فيه ولا هدف ويمكن هو وبتروجيت الفرقتين اللي ما دخلش فيهم أهداف خالص لحد الوقت نجوم المسابل وبتروجيت وبتروجيت وهو ما أحرزوش برضو لا دخل فيه مجوان ولا أحرزه أهلاف المباراة الختمية النهاردة كانت تجمع ما بين طلاق الجيش على ملعب جهاز الرياضة أمام امبي وامبي السنة دي حاجة جميلة جدا والمدير الفني كابتن خالد متولي إلا حضر اللقاء وأدار اللقاء من المدرجات النهاردة بيتفوق على طلاق الجيش 3-0 الأهداف كلها الشوت الثاني محمد فاتحي كان جاب هدف ونوح وائل ده لعيب مغربي أحرز هدفين وده واحد من الناس المبشرة جدا في الدوري المصري مغربي وزي ما قلت لحضراتكم أن علي معلول وليد أزارو فتح الباب للاحترافه خصوصا للاحترافه مصر وخصوصا دول شمال أفريقيا كان معظمها أو ما بيفضلش الاحتراف في المنطقة العربية بيروح للمنطقة في الخليج لو احترف في العرب أو لاحترف في المنطقة العربية وكله بيروح عن فرنسا عن طريق أسبانيا لكن وليد أزارو وتفوقه وتقلقه السنة الفاتت علي معلول واجاته وتفوقه في الدوري المصري والبطولة الأفريقية السنة الفاتت أعتقد أنهم فتحوا الطريق لمجموعة كبيرة جدا بتشارك دلوقتي في الدوري المصري الملحوظة في الأسبوع الثاني أن كل الفرق اللي أحرزت الثلاث نقاط في الأسبوع الأول ما يدرتش أن يتحقق الثلاث نقاط في الأسبوع الثاني كان أربع فرق بس هما اللي أحرزوا الثلاث نقاط في الأسبوع الأول بيرامتس كان تفوق على إنبي لو تتذكروا المصري كان تفوق على الجونة وكان سموحة كان تفوق على مصر المقصة وكان الإنتاج الحربي تفوق على حرص الحدود كلهم بلا السسنة كلهم ما يدروش أن هم يحققوا الفوز الثاني على التوالي وقدروا يتعادلوا فرق من اللي كانت كسبت في الأسبوع الأول خسرت زي المصري الإنتاج الحربي تعادل مع بيرامتس واسموحة تعادل مع نجوم F-C أروح لواحد من نجوم الدوري المصري في الخمساشر سنة اللي فاتوا عنده أسلوب لعب مميز جدا جدا وانت بتتفرج كده على فرقته تعرف ان فيه مدير فني كفئ جدا بيديرها باقتدار وثقة في النفس تنظيم دفاعي تنظيم هجومي يعني فرقة بتلعب في الثلاث خطوط بتاعتها كلها في كل وقت كسبانة خسرانة متعدلة كلها خطوط قريبة معي ومعاكم كابتن طلعت يوسف مساء الفل وألف ألف مبروك النهاردة أهلا بيك كابتن سيد كل سنة ومد طيب مبروك ووجودك على الشاشة انت بتضيف لأي مكان تتواجد فيه ان شاء الله يا رب كابتن طلعت وأنا بتفرج حتى على مباراة أمبي الأسبوع الأول أو آسف مباراة سموحة الأسبوع الأول كان فيه تفوق وخصوصا في الشوت الأول لصالح مصر المقصة لكن هي دي كرة القدم في اللحظة اللي انت كنت ممكن تتعادل فيها بيرجع سموحة بضربة جزاء اللي منجا بيتفوق بهدفين لكن الرتم حلو التحضير حلو الوصول كتير كانت تبقى بس اللمسة الأخيرة أو إحراز الأهداف ومباراة سموحة النهاردة ومحمد رمضان في الآخر طبعا في آخر الماتش خالص قدر ان هو يقلل الفارق لكن كان الوقت راح النهاردة بتخش الشوت التاني وما أصعب السيناريو متأخر بهدف لكن تبقى شخصية الفرقة دي اللي شوفناه في مطش أو الشوت التاني في مطش مصر المقصة ولمقولين النهاردة كابتن طلعت الحقيقة يعني مماراة سموحة ما في الشك أن هي يعني ثبت شوية أثار نفسية عند الولاد لأنهم أحسوا أنهم كانوا الأفضل وتعديدا في الشيط الأول زي ما حضرت تبضلت لقل لكن كرة القدم ما بتعترفش بالأفضلية هي بتعترف الكرة داخل الشباك وبالتالي كانت الخصارة لأنا من وجهة نظري شايف أن هي كانت يعني غير مصطحة قليلة لن يمنعش أن فرقة تموحة فرقة كويسة وفرقة لها قدرات لازم تخترم يعني أنا أبدأ أتصور أنه الموقف كان حيبا صعب جدا لو كانت المغران تهت بنتيجة غير ما تهت إليه خصوصا أنها كانت ممكن تكون الخصارة التانية وده أنا كان ألقي كله أنه يأثر على معنويات النعيبة في المرحلة اللي بعد كده أول حاجة قلتها قلتها للأولاد سنكسب أول جملة قلتها سنكسب لأننا نحتاجين نعدل لبعض الأمور داخل المرعب وكان فيه شوية تعليمات وكثور عند بعض الناس يمكن أقدرنا نتدركها في الشوت التانية ولجب برضو نقول أن التوفيق كان معنا الشوت الأول ضيانة فرصتين ثلاثة مؤكدتين في الوقت لفرنة المقولين كان تعتمد بشكل كبير على الكور الطولية كان فيه خصور في التعامل مع هذه الكور شوية عندنا في خط الظهر الشوت الثاني يعني تدركناها شوية لكن ما زال يعني هناك بعض خصور في هذه الجزية أنا شايف أن نحن نوصل للفرما الفنية إلا بعد أربح خمس تسالية من حيث التشكيل والطريقة وسباة المستوى بنظلة منطقية ومعقولة أنا لابنا تسع ماتشات ودية قبل بداية الموذب لكن أكيد الماتشات الرسمية مختلفة تماما أنا سعيد طبعا جدا بالفوز العرضة سعيد بالثلاث نقاط أن أعادوا للولاد إحساسهم بقيمتهم وده ممكن يكون كأداد المصار الجاي رجب عمران النهار ده بيحرز هدف ولا أروع من كده حاجة جميلة جدا جدا وجون أنتوين النهار ده كمان موجود كل الحاجات اللي هي بتبقى فعالة على المرمى بتسهل على المدير الفني سيناريو المباراة يعني عندك استحواز وعندك محاولات وعندك إيجاد فرص وخلق مساحات وكل حاجة لكن لو ما تترجمتش وده كان حال المباراة الأولى لو ما تترجمتش الأهداف الوضع بيتغير خالص كابتن طلعت أكيد تمام أكيد أنا معك يعني رجب يعني مش هلد أكلم عنه كتير لكن هو من الموسم اللي فعل هو عنده عنده فضرات وعنده خبر الدوري الممتاز هو جاي من شبين هو جاي من جمهورية شبين بالضبط وصغير ومفتقد شوية للخبرة مفتقد للشخصية بتاعة لعب الدوري الممتاز فبالوقت بيختسبها يعني هو من المكان عليه في بدايات الدفاعات كتير وما زال يعني نحتاج برضو لبعض الوقت عشان يوصل للمرحلة اللي كنت فيها مستوى الفني مستقر وثابت بنسبة منطقية ومعقولة أكيد أنا معك طبعا إنه إذا ما كانتش هناك أدوات عندها القدرة ناعتيني والترجم السيطرة والاستحواذ سيبقى في النهاية أنت بتفزل جهد بدون إنتاج مظهور لما يبقى عندك الخدرة أنك تترجم هذه السيطرة لأحداث ما فيش شك إن هي يعني تبقى حاجة كويسة جدا بإضافة لازم تبقى عندك قدرة أنك تمنع كمان خلق الفرص بالنسبة للخطن يعني إذا فيه التوازن بين الضغطين دون ما قدرش أقولي إحنا وصلنا لمرحلة الإتزان اللي ممكن ترضين إتيازين لكن هي جاية أنا شايفها جاية يعني إن شاء الله بإبدا طيب عندك المواجهة اللي جاية مع الزمالك وعندك مشكلة في خط وستك اللي هو إيريك من العاصر المهمة جدا اضطرد النهاردة مش هيبقى موجود في مبارات الزمالك وجهة نظر حضرتك كابتن طلعت ومن اللي ممكن يكون بديل وإزاي بتحضره يعني ما فيش شك أنه هو عنصر مؤثر جدا في منطقة نص الملعب في مركز الديفندر تحديدا يعني هو على فكرة يعني قدراته في توظيف في أماكن كثيرة موجودة وديميزة عنده وبالتالي أنت بتختاره يعني أنا جوه الماتش الماتش الوهد أنا إليك بحركه في مكان واثنين حسب سير المباراة يعني حاليا للبديل ولا للطريقة ولا للسوب صنو أنه يعني إحنا لسه حارجين من المباراة عندنا بكرة تمرين الصبح وفي ماتش ودي يوم السبب يعني من يوم السبب الأمور قد تتطدح لكن أكيد يكون هناك حلول وحلول إلى حد كبير قد يعني إن شاء الله تكون مطمئنة وما نقفش على واحد يعني في النهاية مش عايزين نقف على واحد يعني ولا على ثلاث التيم المفروض أنه يؤدي ظل أي غياب ممكن يكون يتعثر لكن في النهاية لازم يبقى تثبت التعصر ده ما تبقاش كبيرة ولازم أنت تبقى محضر نفسك لهذه الظروف يعني فإن شاء الله أنا يعني مطمئن أنت كن هناك بدائل ومطمئن للطريقة كمان اللي ممكن نخذ بها مباراة الزمالك واللي قد تكون مختلفة عن مباراة المهضة وفقا لذول غياب إيريك فيه فرق بتبقى رجبة فرق بإنصح التعبير يعني آخر خمس أو آخر أربع مواجهات ما بين مصر المقصة والزمالك تفوق لمصر المقصة في الأربع اللقاءات الأخيرة في الدول دي حقيقة وأنا شرفت بإن أنا كنت مسؤول عن آخر مباراة أمام الزمالك زبناء واحد صف وقدنا مباراة جيدة جدا جدا على مستوى التاكتك كنا في المساحات خالص لكن في النهاية يعني سيناريو اللقاء سيناريو اللقاء يعني هاتف أن فرقة تبقى رجبة فرقة ما أعتقدش أن ده ممكن يكون موجود في ظل كل الظروف لابد أن تكون هناك ظروف بتفتح لك بأن أنت يعني تحقق أهدافك من هذه صحيح صحيح أكيد ستكون لنا أهداف في مباراة الزمالك في الزمالك نعمل الله اعتبار لكن في الوقت نفسه نحترم قدراتنا ونحترم اسمنا اسم ندي المقصة وأتصور أن المباراة ستكون صعبة على الفرئتين سنكتهد لأننا نحقق أفضل ما يمكن بحقيقه إن شاء الله بالتوفيق كابتن طلعت يوسف المدير الفني لمصر مقصة وألف ألف مبروك النهاردة على الجانب الآخر المشرف العام على الكورة في النادي المؤولين العرب المهندس محمد عدل مساء الفلة مهندس أهلا نزيل كابتن وحشني صوتك مالو مبروك الموقع جديد وإن شاء الله أنت أهل اللي ربنا خليك وإنت كمان حاجة محطرمة جدا وناس من العقليات العالية جدا على المستوى الفكري والمهني وكمان على المستوى الإنساني حاجة أروع من كده النهاردة مواجهة مع مصن المقصة كان فيه تعادل في المباراة الأولى المقولين من سنين ما بياخدش التجربة ديت طول عمرو حتى اللعيب اللي بتطلع من تحت بيعتمد على النشئين وعنده قاعدة نشئين عالية جدا لكن بتلاقي عنصر اثنين ثلاث على أقصى تقدير لكن المقاولين في آخر موسم 2017 2018 السنة الفاتت وتحديدا كمان الموسم ده في سياسة الاعتمد على النشئين بشكل كبير بشمهندس محمد أكيد طبعا عندنا عندنا القطاع برضو فيه أولاد أخت برضو محتاج أن أتخذ فرصتها ونظهر عليها يعني انا برضو صبرين عليهم وإن شاء الله يبقوا حاجة كبيرة وحققوا تموحاتنا إن شاء الله لكن يجب ناخذ الفرصة كابت التعين وإلا يعني 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 كل يعني يعني مضيعة لبصريفك في القطاع النشئين وإهدار برضو للفريق كبير فلازم مجموعة تتين تخش ومع الوقت ولو تتكر حضرتك من زمان إحنا عملنا التجربة ديام محمد صراح وإنني وصفرنا عليهم شوية لما حصل بدأنا نستكر الشيء وإحنا برضو ناخذ التجربة تاني وإن شاء الله أنا شايف أنها هتحقق بإذن الله إن شاء الله رحمن يعني تجربة بإذن الله كبيرة جدا تحت السن عندك محمد عطية مجموعة كبيرة بتشارك عبدالوهاب إسماعيل كل ده تحت السن قلت طبعا يوسف الجهري لكن فيه الناس برضو في الآخر بتهمها النتائج يعني بداية المولين السنة الفاتت نعم محمد عودة كانت فيها تقلق وفيها تقدم في المستوى والنتائج والترتيب وكل حاجة البداية السنة دي مختلفة شوية بتقلق المشرف عام على الكورة ولا الأمر بالنسبة لك عندك ثقة والأمر مكمل بالنسبة لك كبير شوية محمد لا إن شاء الله أنا عندي ثقة وحنكمل يمكن نهاردة نحن لعبنا ماتش كويس مهما كان يمكن أنا لما تسألني رأيك في مقراب ولك نحن لعبنا ماتش كويس ولكن يمكن الولايات حبه تظهر زر شيء من الأدانية يعني برضو خلي بالك السن الصغير طبعا صح يبقى فيه وإنت طبعا يعني يعني مالكنا في هذا الماء وجربت التجارب كثيرا في هذا الكلام بتبتدي يعني لو تلاحظ أن الفترة اللي أنا تخطبنا فيها كنين كان فيها إسراف من اللعيبة صح في الاحتفاظ بالكرة وعشان كده تخطبنا كده فما لك لا أنا صبر وعن تثقة في الجائز الفني وعن تثقة في لعبتي في اللعبين بتاعتي إن شاء الله برضو يعني نحن لسه في البدايات ولازم نبقى قرام عشان ونصبر عشان نقدر ناخد النتيجة المرتبوبية أنتو نادي محترم مؤسسة محترمة مجلس دارة محترم مشرف على الكرة محترم جهاز ولعيبة وكل ناس أنا عرفك وطبعا على المصدر الشخصي وكمان عشرتك حتى وانا ناشئ يعني سياسة ومؤسسة يعني شبيهة جدا جدا بسيستم ونظام النادي الاهلي كل التوفيق ليكو تستهلوا كل خير شكرا المهندس محمد عادل مشرف عام على الكور طيب أهلي هيكون معايا كابتن مهر همام وكابتن أحمد بلال وهنتكلم بالتأكيد على مباراة اليوم واختام الأسبوع التاني وكمان مباراة مصري والأهلي لنهاها الأهلي بتفوق مستحق وكمان مستمر للفوز الخامس على التوالي محليا بالنسبة للأهلي والمصري كان متحقاش الخمس انتصارات متتالية على المستوى المحلي كانت في 76 خمس انتصارات للأهلي على المصري بس كان في الدوري النهاردة بقى أول مرة دي خمس مرات متتالية بس دخل فيها نهاء الكاس دخل فيها السوبر وثلاث لقاءات في الدوري المصري كلها بنتيجة واحدة اثنين صفر وثلاث لقاءات في الدوري المصري الشروط الأول هدف والشروط الثاني هدف وثلاث لقاءات في المرات المصري أول تلت ساعة هدف على اليمين وآخر ربع ساعة هدف على الشمال كلها سينيروهات شبيهة جدا جدا باللي بيحصل كل سنة النهاردة فيه ثلاث لقاءات وقيمت زي ما قلتها أو أربع لقاءات أولها كانت بيرامدس مع الانتاج الحربي التعادل الإيجابي واحد واحد خبرة مختار مختار في التعامل مع اللقاءات الكبيرة يعني كل اللعيبة كانت تحت مستوى الكورة محمد رجب بيقدر انهور ان هو يقول يعني أنا موجود وواحد من فراودة المحترمة جدا واللي كانت موجودة السنة اللي فاتت في بيتروجيت ولوه رصيد كبير من الأهداف أو لو عنده رصيد من الأهداف وبيعرف يجيب هدف وبيعرف يتحرك كويس جدا يمكن بس أخذ عليه حتة بطء سنة لكن تحرك عشرة على عشرة ومحطة عشرة على عشرة يعني كانت مختار تعامل مع اللقاء بمنتهى منتهى الزكاة ولو فيه يعني حظ شوية شوية كانت كورة محمد 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 مسعد اللي عملها واحدة من أحلى القرات في الدور المصر لحد دلوقتي ومن أحلى القرات عمتا في الكورة يعني أخذها عشرة على عشرة اللي ارتدت بس بقائم المهدي أو عامر عامر آسف يعني كانت ممكن تبقى الهدف الثاني وقدر بعد كده بيرامدس ان هو يتعادل عن طريق كينو اللي هو من أفضل اللعيبة اللي موجودة في فرقة بيرامدس لكن إمكانيات كابتن مختار مختار وخبرته في التعامل في الدور المصري خرجت اللقاء زي ما هو عايز كان فيه يعني هجوم على حكم اللقاء اللي هو كابتن أحمد الغندور كان فيه كلام ان فيه ضرب الجزاء الراجل قال مش ضرب الجزاء فيه كلام ممكن نقوله بقى كابتن سامرة عثمان يقولنا هي ضرب الجزاء ولا أه لكن طبعا الهدف كان تسلل لبيرامدس المشوار لسه بدري جدا جدا على كل الفرق خمس فرق لحد الوقت قدرت أنها توصل لنقطة أربعة الزمالك بتعادل مع بيتروجيت وفوز على الاتحاد الأهلي بتعادل مع الإسماعيلي وفوز على المصري الإنتاج الحربي بتعادل مع بيرامدس وفوز على حرس الحدود الداخلية بفوز 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 إمبارح على حرس الحدود 2-1 وتعادل مع وادي دجلة سموحة بفوز على مصر المقصة وتعادل النهاردة مع النجوم الفيسي بيرامدس بفوز على إمبي وتعادل مع الإنتاج الحربي وباقي الفرق ما بين 3 نقاط ونقطتين ونقطة وحيدة باستثناء حرس الحدود الفرقة الوحيدة اللي محرزتش ولا أهداف خالص 3 فرق أو فرقتين زي ما قلت لحضراتكم لا جابوا جوال ولا دخل فيهم جوال نجوم المستقبل أو نجوم الفيسي وبيتروجيت ما يدروش إن هم يجوبوا جوال ولا دخل فيهم جوال وبقول لكابتن طارق يحيا عندك فرقة محترمة جدا وانت عامل شغل رائع جدا ومن أكتر الفرقة اللي راحت للمرمة لكن ما عندكش هداف ما عندكش واحد بيترجم كل ده ما عندكش واحد يوصل للنهاية ويقدر يجيب جلب في ظل كل الفرص اللي انت أتيحت لك في مباراة الزمالك ومباراة الإسماعي دي طيب عندي شوية أخبار كده هناخدها سريعة وبعدين عندي لقطة قطعات فيها كابتن سامير عثمان مبارح وانتو برضو تشاركوني فيها ومحدش يقول لي دي لقطات صغيرة لا اللقطات الصغيرة ديت ممكن تبقى كبيرة واللقطات الصغيرة ديت تحسم لقاء واللقطات الصغيرة ديت تحسم بطولة واللقطات الصغيرة ديت تخلي نادي في المقدمة وتخلي نادي تاني بعدين في الترتيب فالحاجات الصغيرة اللي انت بتستهونها أو بتستهيفها أو ما بتخدش بالك منها أو بتعديها يعني احنا هنحاول ما نعديهاش لان فيه حاجات كتير جدا بيتبني عليها وكل التفاصيل الصغيرة بتودي لك نتيجة كبيرة بتحققها لك اللي انت عايزه التفاصيل الصغيرة والنتائج او المبارات الكبيرة بتتخذ على الاجزاء ما بتتخذش على الكل الاجزاء يعني الفترة اللي انت متفوق فيها مفيش فرقة بتقابل فرقة كبيرة تمام وبتاخدها من الالف الى اللياء يعني من اول ديها الاخر ديها يعني دبح وسلخ يعني مش كده في الكرة اكيد انت بتقابل فرقة كبيرة هيجي لها فرص هتتحليها فرص فأنت بالتأكيد كل ما تستغل الفرص اللي بتجي لك أو الفترة اللي انت متفوق فيها دي التفاصيل اللي أنا أقدر عليها أو البشير إليها أو الأجزاء اللي بتكلم فيها فبالتأكيد كل ما يبقى فيه حاجة لصالحك لازم تاخدها عشان كنا عندي لقطة أعتقد أن مع كابت السمير وعثمان هيقول لنا هل كان نستوجب إنذار ولا لأ وكان يتم طرد محمد شاطة ولا لأ ده اللي هنستعرضه مع كابت السمير بعد شوية بعد ما أجيب لكم اللقطة وما تنسوش إن في الجزء الثاني هيبقى معي كابتن ماهر همام وكابتن أحمد بلال ونتكلم في كل أمور الفنية بالأسبوع الثاني وتحديدا مباراة المصري والأهل وإنتوا كمان على صفحتنا على الفيسبوك تابعونا وتكلموا معنا وتواصلوا معنا وجدوا اقتراحاتكم وإنتوا واحد مننا يعني أو إحنا كمان واحد منكم فإحنا دايما في تواصل مع بعض يعني لأي اقتراحات أي ملوحظات علي أنا شخصيا ما عنديش مشكلة خالص يعني وإن كنت مش هتلوم ملوحظات خالص هتلاقي الدنيا كلها زي الفل يعني معي على التلفون كابتن طري يا حيام مساء الفل أقول لي يا عرب إزاك حبيب إزاك أنت عامل ليه متقلق إنت المتقلق يا حبيب مبروك البرنامج جديد والتوفيه دايما كده يا حبيب إن شاء الله يا عرب لسا أي دلوقتي يعني واحدة من الفرق اللي عاملة مباريتين أو أسبوع أول أسبوع تاني على أكمل وجه ونموذك نموذك في الارتداد نموذك في بناء هجمة نموذك في سرعة ونقل هجمة من حتى لحتة نموذك في الترحيل في الضغط الجماعي في السرعة في الرتم في كل حاجة لكن تبقى أهم حاجة في الكرة الأهداف يعني قلت يعني بيترو جيت لو في حد بيستغل الأهداف أعتقد أنه كان ممكن يكسب في المباراة الأولى بشكل مرتاح جدا والمباراة التانية بنفس النظام ما الله يخليك يا عرب كل صغير طيب أولا وما تحرمش منك كلام الجديد ده يعني الحمد لله بفضل الله زيما أنت قلت كده أنت أوجاة يعني لخصت في أوجاة تزا بقوله إحنا لعبنا مبارتين كويسين مع فريتين كبار جدا جدا لكن ما كانش عندنا حظوص في أن نحن نحرز أهداف برغم أن نحن وصلنا للمرمى بشكل كبير وبشكل يعني منظم جدا وهائل جدا من الناحية التكتيكية والناحية الخططية ما فيش شك إحنا بداية موسمة كتفايد وفي نفس الوقت يعني لم تكتمل اليقة الزهنية ولا البدنية لكل اللعيبة والياخة الزهنية دي يحط عليها تميد خط لأن انت بتتكلم فيه الناحية البدنية لما بتبقى 60% أيضا بتبقى نحة الزهنية نفس الكلام لكن لما تبقى أنت 80-90% من نحة البدنية هتبقى عندك 80% من نحة الزهنية التأثير في الأحراس الأهداف برغم أن الأهداف سهلة خلي بالك مش محتاجة كل الكلام اللي أقوله ده يعني أنا قلت اللعيبة كده وقلت له يا جماعة ده انفردات سأتتكلف انفراض مش محتاج أن انت أكتب من كده تركز وشغل دماغ وتحطها لكن ده توفيق وعدم التوفيق لكن زي ما انت قلت إحنا عملنا ماتشينك وياسين مع فريتين كبار جدا فريتين بموتاس هو من نحية القرعة كانت يعني صعبة جدا جدا ما بتلعب زمالك اسبعيلي مصري في النص بقى يعني اتعمل احنا كنا هنلاعب المصري وبعدين الدجلة كانت هتلاعب الأهلي في الأسبوع اللي هو الرابع يوم 24-25 تقريبا الأهلي والمصري عندهم مباريات في الكونفدرالية وبطولة عربية عتاك في الفترة دي فالحاجة عامل رحل ماتش دجلة قبل المصري يوم الجمعة جاية يعني عندنا جمعة دجلة وبعد كده المصري يوم التلالي بالتالي انت مفيش شك القرعة صعبة يعني فلكن الحمد لله اتكازنا الانتحاني الأول بشكل جيد وقدمنا الكرة كويسة وعبرنا عن شخصية شخصية الفريق من وطش التاني برضو الناس كانت بتقول ان ممكن تكون دي طفرة ممكن تكون ده مطش يعني حلوة تروح زي بقوله لكن الحمد لله الاسماعيل في اسماعيلية تيم كبير تيم محترم تيم كان مجهد جدا بالنسبة النادي الاهلي في الموارات والسابقة لنا لكن الحمد لله اتعملنا مع الموارات بشكل جيد العيال الولاد قدوا مباراة تاكتيكية وبدنية وخططية على اعلى مستوى طبعا ما قداش غير لنا نشكرهم على مجهودهم في المواراتين لكن احنا قدامنا مشوار طويل جدا جدا اختيارات اللعيبة الحمد لله كنا موفقين فيها بشكل كبير اختيار فترة اللي اتبادة فترة اللي اتبادة كنا موفقين اللي انا بدأت كم سيد من خمسة رمضان عندي فترة لاننا عمل شسابي اننا المجموعة اللي جات كلها سواء من الممتاز به او من الدور الممتاز كلهم ممكنوش بالعب واساسين في الفرق ومخلي بالا يعني تبطي حتى اللي جاي في الدور الممتاز ابراهيم القاضي ملعبش مع المقاولين مثلا اربع خمس مقشاط سلفات اه بتتكلم في الاول احمد مصطفى الاولى راجل ملعبش ولا مقارس سلفات اه زولة جايبوا من نادي الشمس ترجة تانية محمد ردة جايبوا من درجة تانية احمد صربي حتى في المقاولين ملعبش برضو مقشاط كتيرة كان بيلعب مساك حتى مش بقرية اه وبالتالي انت السباعي يمكن الوحيد اللي كان بيلعب بسفة منتظمة مع النصر اه ما تبدأش تدي راحة بدأت على طويل تديت راحة للمجموعة نايبة اللي باقي معا من المسلم اللي فات وبدأت مع جداد كلهم وبعد كده نضموا القدام بعد كده بعدها بعشر طيام على اساس ان احنا نعمل التويفة بتاعتنا والحمد لله يعني وصلنا لمرحلة مش وحشة طيب خلينا اقول لك اه اقول لك من الحاجات الايجابية جدا جدا اه احمد زولة ده افتكروا الاسم ده كويس لو استمر بالشكل ده انت عارف الدول المصري في حد بيبدأ كويس قوي وبعدين لازم يحصل له دعم التطوير يبقى بيطور في اداءه واحد بيفضل على نفس المستوى اللي ظهر به ما بيزادش ولا بينقص فالدنيا بتبقى بهتا بيبقى مالوش طعم ولا ريحة ولا اي حال خالص واحد بيحصل له تطوير البداية بتاع احمد زولة لو فيه تطوير في اداءه انا بحييك جدا واحد عنده حلول كتير او فردية وعنده سرعة هي الاهم في الكرة في الوقت الحالي على مستوى العالم يعني بيروح عنده جراءة عنده حاجات كتير جدا بحييك على ده وبحييك كمان على حاجة لازم كل اللي يشتغل الشغلانة ده يتيبقى فهم كويس قوي ايه اللي ممكن يحصل في لعيب زي بيكلي مثلا بيكلي ده في البداية كان هايل جدا رائع جدا وبعدين حصل له نوع من التضهور الشديد جدا جدا في المستوى وافريقي يبقى بيلعب في غير الاهل والزمالك لما يحصل له تضهور في المستوى ما تستناش خير كتير لان الطموح بيقل والحياة بتقل وخلاص يعني الرتم كده هيبقى سابت وبيدور على حتة تانية فبحييك ان انت رجعت بيكلي لسابق عصره وخصوصا من سنتين تلاتة فاته والنهار ده كمان على اكتشافك لاحمد زولة هو واحد كمان من نص الملعب او من لعيبة نص الملعب الممتازين جدا واللي محدش ياخد باله منه هو احمد العجوز الزبط كامتا يا كلامك مزبوط يمكن زولة انا جبته من نادي الشمس الفين اير اللي فات لا معنا يعني اخر حوالي سبع مرشات بالدوري ظهر بالشكل كويس لكن طبعا انت عرف الولد لسه كان جاي من درجة تانية دوره ممتاز فنقلة كبيرة بالنسبة له وكان عندي كريم طارق هو اللي كان بيلعب اساسي قبل ما انتخل طلع الجيش فبالتالي كان هو بديل استراتيجي كويس لكريم طارق بالنسبة لبيكلي انت يعني جبت مربط الفرز بقوله بيكلي بعد عرض النادي الاهلي من سنتين بانضمامه وفشلت المفاوضات تقريبا ادارة نادي بوترجيت بلاغت في الفلوس يعني دفعت النادي الاهلي اصرف نظر فالولد احبط للشكل كبير جدا درجة ان الادارة صرفت النظر في ان هو لال خلاص مش يجي منه لدي لازم يمشي فانا لما جيت من سكت السنة اللي فاتت انا طبعا ما كانش ينفع ان انا ماشي لعيب زي بيكلي محواري بالنسبة لي انا طبعا ما قلتوه حيوعد معايا ستة شهور دوله بعدين نشوف الدنيا فيها ايه جبت بيكلي وقلت له والله يا بص يا ابني انت عاعدك سنة ونص في النهاية انت عايز تمشي اخد بعض اخدوش دلوقتي حالة مش اعتمد عليك اه غير كده عايز تلعب معايا وتفضي دماغك وتشتغل اهلا بيه ما انتش عايز قولي مش عايز الولد قال انا مش عايز تقوله خلاص بالسلامة ماشي فقلت بعد اسبوع كبسايت جالي الولد وقال انا يعني انثمات عنك والناس كتير جدا بتتكلم كويس فانا اه حاب نشتغل معاك بتقوله خلاص انسى كل اللي فده وابده معايا من جديد والنحة المادية الحمد لله الناس عادونا في شكل جيد جدا بيطلعوه بانتظام الولد فعلا نفسيا عالي بدنيا كمان عالي فالحمد لله بفضل الله قدرنا نرجع بيكلي لمستوى اللي كان قبل الاهل ما يفتح معهم مفاوضات وفشلت فالحمد لله العجوز العجوز شلني السنة اللي فاتت يا كالسايد العجوز لعب كل المنشات معايا السنة اللي فاتت ننساش كمان انا دعمت بحميد ماو ده منتخب تنزانيا كاف منتخب تنزانيا وده لعيب ديفندر ده علي قوي لعيب كويس جدا من اللعيبة البصيرة كويسة والمهاجمين كمان يعني بيشتغل ديفندر وبيشتغل لقدام ناحية لقدام مع الفائق طبعا زي مدرس كده انا احب ديفندر اللي هو لعيب كورة وكلاب فرق بس اللون بس الفرق بينه مدرش للون بس نفس الوظيفة بنت فاهم بس طبعا بنقول الحمد لله شكر الله يعني اتمنى انهم يستمروا على هذا الاداء وهذه الروح لان طبعا انت عارف الدور الصعب جدا مقوي جدا طبعا طبعا طيب انت عارف انا غلوتي عندك زي احمد عفتاح ومتحة عبدالهادي مظبوط ولا هما اغلى شوية انا اكتر طيب بالامانة كده بالامانة بعد مرور اسبوعين ورحيل محمد رجب عندك ورحيل انتاج الحربي وبتقلق بعد مباريتين وبيحرز هدفين في الهدف اللقاء الاول وهدف اللقاء التاني مندمتش محستش ان انت استعجلت في لعيبة لما بتقعد في نادي بتبقى نفسيا مش قادر تدي خلاص وبتبقى انت خلاص خلصت كل حاجة عنده فمحتاج تجديد دوافع عشان انا انا كطار ايحيا اجدت دوافع مع رجب كان من رابع المستحلال منتج التامع بكلي بكلي مختلف بكلي مختلف كان رجب السنة اللي فاتت راجع من اصابة صليبي كان عنده مشاكل غير طبيعية مع الادارة وكان في رفض ثام انا عدته السنة اللي فاتت بالعافية وفي نفس الوقت كهو نفسه كمان الولد مش حابب ان يعمل فهو خلاص وصل لطريق مزدود مع النادي فانت بالتالي كمدير فني ما انتش عايز تصدر لك مشاكل ومش عايز تصدر لك كمان يقدر مشاكل وطالما انت بدأت عملية التغيير فلابد ان التغيير حتى يشمل بعض اللعيبة اللي ممكن تستمر ولكن اداءها مش هيبقى على مستوى اللي انت عايزه كمدير فني هو ده اللي انا شفته من رجب لكن انا رجب لغاية اسبوع فات كان عندي في النادي يستلم باقي مستحقاته وبعدين هو كان فاقد الامل في ان ياخد مستحقاته لما كان بيتجي احنا بكل شهر بنتطلع مبلغ كده كل الاس للولاد هو ماشي كان فاقد الامل ان الاس ده يوصل له فكل اس ده كان بيوصل له كنت بكلمه انت متخيل اه يا عمي رجب اعرف انت البنك فبتجي لك ارنة على المباية لو انت واستاذ في المصالحات ده بصراحة المصالحات المادية واستاذ فيها اه يا رجب ارنة جاتلك ايوا يا بوكباتر خلاص يا عمي اديت ايوا يا بوكباتر صدقتني لما قلت لك ان فلوسك هتوصل لك غاد عنك يعني هو بعد ما ميشي كاميرا انتاج حماد انوار اتصل به وجابه الاسبوع اللي فات فاهمني وده له بقيت مستحقاته اللي بقى فانت بتتكلم ارنة طولت المرة اللي فاتة ارنة او ما طولتش لا والله ما طولت دي الحالة بتاعة رجب لكن هو كفادي انت شرحت الحالة والنبي ما تخدني والنبي يا بوكباتر باش كاتب مش يلعب على باش كاتب قللي في الاخب يعني حسيت ان انت استعجلت في الموضوع ولا لا لا بالعكس انا عندي الحمد الله وفضل الله عندي رؤوف عندي شهين عندي محمد سالم جبناه تاني خلي بالك شهين السنة اللي بدت لا كان كويس جدا وقدم كويس جدا يمكن استخدامه في شوز تاني انت بتفضله لكن في النهاية في النهاية يعني عندك محمد سالم برضو لعيب كويس قوي بس يمكن اصاباته في الخلفية بالذات بتعطله شوية لكن طبعا واحد من الناس اللي عندها صفات كتيرة جدا كابتن طاري ايحيا كل التوفيق لحضرتك فرقة ممتازة وان شاء الرحمن في اللي جاي بأحسن واحسن بإذن الله طيب عايزين نجري مع بعض شوية عشان نجري همامه كابتن احمد بلال اقولوك بعض الاخبار الاهلي بيجهز المباراة النجمة اللبناني ودي واحدة من اللقاءات الأولى في البطولة العربية هتبقى ان شاء الرحمن في برج العرب الاهلي والعميم محمد مرجان المدير تنفيذ النادي الاهلي عمل اجتماعات مع كل الجهات المعنية في النادي المنطب التجهيز للقاء من بقى امن والناس اللي بتبقى موجودة في الاستاد والناس اللي بتحضر وكمان اتصلاتهم مع الجهات الامنية عشان يشوف الآخر الاعداد الموجودة اللي موجودة في الاستاد من حيث الجماهير يعني اأمن اأمن انها خطوة كويسة والله واحنا احنا مؤهلين لده احنا على المستوى البلد مؤهلين لده تماما ان يبقى فيه ناس موجودة في الاستاذ بشكل كبير جدا جدا وحتى الناس اللي موجودة في الاستاذ الجماهير حضرتك رايح تشجع ورايح تساند ورايح تقازر فخليك في الدور ده لكن احنا مؤهلين لكده الاستاذ يبقى فيه 20 25 30 ان شاء الرحمن قادرين على ده وما فيش اي مشكلة هتحصل وكل جمهور النادي الاهلي عارف دوره كويس فباذن الله البداية تبقى في مباراة النجمة تبقى 15 الف تبقى 20 الف تبقى 25 الف وتعوده كده يعني انا بقول انا بحب كده انت رايح تساند فرقتك الكل اللي عنده حاجة لون احمر يلبسها يعني الاستاذ يبقى شكله احمر كله يعني لو انت عندك حاجة اكيد كل واحد عندنا لون احمر فانيلا شيرتة اميس فستان اي حاجة اي شيء اي حاجة اي حاجة سواء كان ولد او بنت او راجل او ست طفل حتى صغير الاستاذ لما يبقى بالشكل اللي انت بتقاذر به فرقتك او لون فانيلا تك بيبقى حاجة ممتازة جدا جدا واستاذ برج العرب من احسن الاستاذات اللي موجودة في المطال العربية يعني حاجة جامدة جدا جدا والبنية التحتية وانا دايما كنت بشكرين القائمين عليها لانه استحمل وقت كان صعب جدا 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 في مصر كلها مش فكرة بس فتحية وشكر لكل المسؤولين على استاذ برج العرب على فترة كبيرة جدا قدوها من المشاركة عليه او اللعب عليه مش فرقة واحدة ولا اثنين ولا تلاتة ده كان عدد كبير جدا من الفرقة فالاهل بيجاهز للمباراة في مهمة اوي ان شاء الله ويكون الفوز بشكل كويس حليفه باذن الله ففتح باب الحجز لتذاكر مباراة النجمة زي ما اتفقنا مع بعض انه هيكون ان شاء الله رحمن قريب جدا درجة اولى ودرجة موحدة ومقصورة امامية وقلشمال وقليمين اعتبر من السبع مساء يوم الاربع يعني بعد بكرة بعد بكرة ايه النهاردة بقى شو النهاردة الاربع ولا لا بيتها ليه ده ستاد بورج العرب ده ستاد بورج العرب انا بحبه جدا 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 وبحب كمان يعني ارضيته هايل بحب المساحة الشكل خلي بالكم ممكن يكون ملعب الارضية بتاعته هايلة جدا وواسعة جدا وجميل بس داية البنية او المدرجات قريبة جدا من الملعب وكده ده واحد من الستادات اللي عينك ترتاح وانت بتتفرج عليه ستاد بورج العرب كارترون مدير الفني للنادي الأهلي وكابتن محمد يوسف المدرب العام للنادي الأهلي والقائم بعمال مدير الكرة كانوا النهاردة موجودين مع بعض بيحسموا القيمة العربية أو قيمة البطولة العربية وقيمة البطولة العربية في العدد قريبة من قيمة البطولة الأفريقية لأن دي 30 ودي 30 لكن البطولة العربية مختلفة شوية لأن أنت بتسجل دلوقتي البطولة الأفريقية يعني في نظامها الجديد هيبقى أحسن على فكر في النظام الجديد للبطولة الأفريقية هيبقى أحسن أن أنت بتسجل في سبعة البطولة الأفريقية كل سنين اللي فاتوا بتسجل في يناير فكان بتشوف غرب أفريقيا يناسبها أحسن من شمال أفريقيا هنتوا عارفين أننا في شمال أفريقيا إحنا وتونس والمغرب وليبيا كل ده شمال أفريقيا فبالتالي الدوري دايما بيبدأ عندهم في مثلا يونيا يوليا أغسطس سبتمبر فأنت بتبقى عامل البطولة الأفريقية أو قايمة البطولة الأفريقية قبلها بست سبع تمن شهور كمان يعني فبالتالي بيبقى فيه ممكن حد يخرج في فترة الانتقالات الصيفية أو النادي بتاعه ما يسجلوش أو الحاجة فبيحصل نقص في القايمة الأفريقية لكن في البطولة العربية أنت بتسجل دلوقتي بعدما القايمة المحلية خلاص راحت أو تم تسجيلها في الاتحاد المصري فبالتالي الفرصة بتبقى أحسن عشان كده هتلاقي التفكير في النجوم الصعدة أو اللعيبة الشباب اللي طالعين يعني والأهل عنده يعني زخيرة كبيرة جدا من الناشئين وبقول أحسن وأحسن أنت عندك بتشتغل على ده والناس اللي موجودة في قطع الناشئين تدور على القرى والنجوع والمراكز والمدارس مش عيب بالعكس ده كنز يعني الناشئ في الوقت الحالي كنز وبقول لكل ولي أمر ومدرس وصاحب وجار وأخ أي حد شايف ابنه موهبة تمام؟ ما يبخلش على نفسه يمكن هو ده اللي أنت مستصعب الأمر جدا وما فيش حاجة اسمها واسطة وما فيش حاجة اسمها محسوبية يعني ما فيش كده في الكرة دي يمكن الحاجة الوحيدة اللي ممكن ما فيش مجاملة فيها لأن الحكم فيها للجمهور واللي بيتحك عليك ويقول لك لا ده فيها واسطة أصلا أنا رحت وخده ابن فلان أو صاحب فلان أو صديق فلان أو جاي من طريق فلان هو كل نجوم الأهلي أو كل نجوم الزمالك أو كل نجوم الإسماعيل أو كل نجوم المصري أو أي نجوم موجودة في الدور المصري إخواتها مين أو أبهاتها مين أو أولا أمورها مين ما فيش حد أنت موهبتك نفسك يعني ثقتك في ربنا وثقتك في إمكانياتك أجاي بيقول أنا قدامي قبل ثلاث شهور هكون رجعت أنا ما يهمنيش ثلاث شهور إلى أربع شهور يا جاي المهم ترجع بالسلامة وترجع كويس جدا يعني ترجع بعد ثلاثة ترجع بعد ثلاثة ونص ترجع بعد أربعة مش مشكلة المهم أن أنت ترجع سليم في حاجة لاتحاد الكرة بقى يعني بيقول خبر يعني بيصرف ستة مليون جنيه من مستحقات الحكام المتأخرة يعني أنا زعلان أنا زعلان من أكتر الناس اللي ممكن تتكلم من أكتر الناس اللي ممكن تبقى بتنتقط حالات تحكمية أنا ممكن يعني وأنا بتفرج وأنا على الهوى وأنا حتى مسؤول أي أن كان بنتقد الحالات التحكمية لأن أنا بشوف أنها ممكن تبقى مؤسرة جدا 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 في مشوار فرق أو بطولات يعني كتير أوكي لكن في النهاية يعني بتكلم على حقوقها ستة مليون جنيه متأخرات في حكم بياخد الفين وسبعمائة جنيه في الماتش يعني أنت بتتكلم على ناس بقى لها ثلاثة أربع شهور ما خدتش مستحقتها والناس دي عندها أسر والناس دي عندها التزامات والناس دي عندها واجبات لازم توفيها يعني كمان الفلوس قليلة جدا وكمان بتتأخر يعني الفلوس قليلة وكمان بتتأخر كمان في خبر ملاصق أو مشابه إن اتحاد القرب يرفض التبادل مع الدول العربية أو الحكام العرب أو دول شمال أفريقيا كان فيه فكرة إن الحكام المصريين يروح حكمه في الدول العربية والدول العربية يبعثوا حكمهم هنا في مصر مش عايز أقول الحجة السبب اللي هو طالع إن لأ مش عايزين مشاكل مع الدول العربية يمكن فيه حكم ييجي حكم مباراة للأهلي ولا مباراة للإسماعيلي ولا مباراة للزمالك واحنا داخلين على عودة الجمهير فيحصل حاجة للحكم يعني يا جماعة انتم بتفترضوا السوق ليه اي حكم ما احنا بتجيب اهل لمباراة الاهل والزمالك وانا بقول لكم في الوقت الحالي يعني لازم يبقى فيه حكام اجانب في بعض المباريات وهنشير لها في وقتها يعني وده طبيعي ما فيه مشكلة ما بيقللش منك وما بيخدش من سمعتك وانا ضد الفكرة اللي بتقول كده ان استخدام حكام اجانب يعني عار على الكرم مين لقى لكده مين الليل كده بتحصل في احسن العائلات يعني بتحصل في احسن الدول وبتحصل في احسن الدوريات ما فيهاش اي مشكلة خالص يعني وبتبني عليها وبتاخد منها مش عايز اقول خبرات لكن بتاخد منها يعني مواقب بتسجلك يعني فمش مع ده طيب اتحاد الكرة بيرسل غدا تصور عودة جميل لوزير الرياضة كان فيه جلسة جمعة رأساء الاندية وكان موجود كابتن محمود الخطيب وقلنا النقاط اللي اشار اليها كابتن محمود الخطيب اتحاد الكرة بيرسل غدا بقى التصور لعودة الجمهير لوزير الرياضة دكتور اشرف صبحي كل التوفيق بإذن الله في القرار لكن ايا كان اول سبتمبر بإذن الله هتكون عودة الجمهير ومش هنشوف مدرجات فاضية بعد كده كابتن مختار مختار بيقول الحكم احمد الغندور ظلمنا في مباراة البرامتس وكان لنا بنالتي والهدف من تسلل واضح ده كان كلام كابتن مختار مختار هيبقى معنا كابتن سامير عثمان نتكلم في كرة البنالتي لكن طبعا التسلل مفوش كلام أبدا واضح زي عين الشمس فده كان كلام كابتن مختار مختار عندي لقطة بس كده ويريد تحضره كابتن سامير عثمان مباراة محمد شطا ده مدافع نادي المصري كان خد انظار في التحام مع ميدو الجابر في الشوت الأول ده الأولى أوكي ده الانظار الأول في الشوت الأول كابتن محمود البنى اداله انظار أوكي التانية بقى التانية نفس اللاعب هو اللي عمل الكروسي على فكرة كل بالي بيتطلحها هتروح لحسن مع شهور شوفوا الإعادة هل فيها تهور هل فيها الخطأ الإداري من وجهة نظر التحكمية أو القانون دي كرة عادية يعني التحام عادي أو اشتراك عادي ولا تستوجب كارت أو عقوبة يعني الانظار ده انظار تاني انا بقول لكم فيه دايما حسابات في الحكام فيه دايما بيبقى فيه حسابات النتيجة الوقت اللي انت فيه يعني ممكن انتلاقي واحد بيضيع وقت مثلا في الديئة العشرة ولا ديئة 15 ما يدولوش انظار في الديئة 90 يبدأ يدولو انظار ما هي هي نفس العقوبة يعني والتحاد الدولي أشار على كده على فكرة يعني التحاد الدولي على فكرة تتفرج على الدور المصر كتير جدا فعشان كده عمل كده اي حد هيضيع وقت هياخد انظار بعد رؤية مباراة كتيرة جدا في الدور المصر هل الكرة دي تستوجب كارت ولا لأ انا قلت الكابتن من هنا تبن جدا يعني من هنا تبن جدا معنا كابتن سامير عثمان مساء الفل وكل سنة وانت طيب وحضرك طيب يا كاب سايد متشكل جدا وتحياتي لحضرتك وفي الستوديو كلهم طيب ما فيش حد لسه معي في الستوديو انت قدامك تلفزيون ولا لأ لأ من انا كنت قد حمي لا مش قدامي والله مش قدامك يعني طب هنشرح ايه مش قدامه تلفزيون هنشرح ايه في كرة كنت انا عايزة ده اوريها لحضرتك مبارح كنت وعدتك مبارح التحام محمد شاطة مع كابتن حسام عشور واضح ان حضرتك مش قدامك تلفزيون هتوصل بعد ربع ساعة مسلا ولا تلت ساعة او او ست ساعة بالزبط يا كابتن كل سنة وانت طابعش هل عيد ميلادك النهارده يعني الستة واربعين ولا كاما كابتن او ستة واربعين يا كابتن كل سنة وحضرك طابي كابتن سامير وحضرك طيب كابتن نسكن في دعم الزبط كابتن طيب نستقبل ضيوفنا كابتن ماهر همام وكابتن احمد بلال بعد التأريل الجاي وبعدين هنعود الاتصال بكابتن سامير عثمان ناخد رأيه في اللقاءات النهارده والابرز الحالات التحكمية وكمان الكرة اللي انا اشرت لها من شوية بعد الفاصل اللي جاي استنون خطف اللاعبون الاجانب الانظارة في الجولة الاولى من الدور الممتاز بعد ان قدموا اداء طيب لا سيما من الوافدين الجدد لم يتوقف تألقهم عند الاداء الطيب فقط بل انهم سجلوا بما يقرب من نصف عدد اهداف الاسبوع الاول البالغ 14 هدف فقد جاءت 6 اهداف باقدام الافارقة مما يجعل هناك مؤشرا بان اللاعبين الاجانب قد يكون لهم دور بارز في الموسم الجديد فقد جاءت الاهداف عن طريق لاعبين من 6 جنسيات مختلفة كانت بداية ظهور الاجانب في هز الشباك في الموسم الجديد مع اول لقاء واول هدف في الموسم باقدام الغاني ايمانويل بناهيني لاعب الاتحاد السكندري في مرمى المقاولون العرب ليعلن عن افتتاح اهداف الموسم في الدقيقة التاسعة من زمن المباراة جاء الدور على الناجيري ويليام مهاجم الانتاج الحربي الذي نجح في خطف هدف غال لفريقه حقق به ثلاثة نقاط غالية بالفوز على حرس الحدود ليحقق الانتاج الحربي اول فوز في الدوري باقدام المهاجم الناجيري في وقت قاتل مع انتهاء الدقيقة الثامنة والثمانين بتزديدة قوية من خارج منطقة الجزاء السنغالي ابراهيم نداي قاد فريقه وادي ديجلا لخطف نقطة غالية ايضا من الدخلية على ملعبه عندما احرز هدف التعادل في شباك الفريق الشرطي تألق الاجانب وصل الى البوركينابي المدافع محمد كوفي الذي تألق وقام بدور المهاجمين انقفز عاليا قبل مدافع الجونة في احدى الضربات الثابتة ليحول الكرة براسه داخل شباك الجونة في وقت قاتل ليخطف ثلاث نقاط غالية من بين انياب الوافد الجديد لدور الاضواء والشهرة الجونة الذي كان الافضل والاقرب لتحقيق الفوز جنسيات الاجانب في هذه الشباك بالدور المصري وصلت الى محطة ناميبيا عندما نجح الناميبي شولونجو في افتتاح اهداف فريق اسموحة في مرمى المقصة بعدما كانت المباراة سجالا بين الفريقين وسط فقدان الامل في احرز اهداف لكن شولونجو قاد اسموحة للسيطرة على مجرية الامور احرز الهدف الثاني عن طريق احمد نبيل منجا لم تتوقف جنسيات الاجانب عن الافارقة ولكن جاء الدور على العرب حيث نجح التونسي سعد الجزيري في احرز هدف لفريقه الاسماعيلي في مرمى الاهلي على غير سير المباراة التي كان يسيطر عليها الاهلي الذي تعادل في وقت قاتل ليحصد الاسماعيلي نقطة من بين انياب الاهلي بهدف التونسي الجزيري ترجمة نانسي قنقر اهلا بكم مرة تانية وما تنسوش تواصلكم معنا على صفحتنا على الفيس بوك وصفحة ملعب الاهلي تواصلوا معنا بكل اقتراحتكم وكل ملاحظاتكم كمان الجزء الاخير النهاردة من ملعب الاهلي معايا اتنين طبعا من نجوم ملعب الاهلي طبعا كابتن مهر همام مساء الفل كابتن سايد مساء نور كبار حظيك تمام الحمد لله كله تمام كدت منك الرقم ستة يا سلام ده شرف لي لا ده شرف لي انا والله بس المكان غير المكان بس مشكلة لك الرقم غالي جدا كابتن سايد ان اخدته من وزير الدفاع الكابتن حسن حمدي والله اه طبعا فهو يعني بعد ما بطل الكابتن حسن هو كامل بالستة فالشاف ان مره همام هو الممكن يكمل المشوار من خلال يعني هو لدهولك فطبعا انا لاي الشرف بقى ان انا اسلمك رقم ستة ده حاجات شرفني يا كابتن مية دفاعيا كانت مية مية انت كملت بقى انت بالدماغ كنت اعلم كتير الجانب الهجومي يعني يعني انا مناحت الاجوال تيدي لكن انت جبت الاجوال حبيب يا كابتن مهن معانا واحد طبعا لو موجود في الوقت الحالي كان كل الحاجات العرضية والحاجات اللي في العمك دي كلها كانت جاتها اهداف كابتن بلال مساء الفني كابتن سايد ايه لاغبور حمض الا manufacturing كله زي الفون كله تماما خatti رقم كما انت مش لها عد ايدي ايه لاذا نتكلف بلال 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 بالهدفل من الهدفين المميزين بصراحة وانا شارف بقضى طبعا ان انا نجوم فعلا اصدت في تاريخ الكرة المصرية وفي النادي الاهلي اذا كان ساد عب حفيظ او بلال فالحمد الله رب العالمين النهاردة الاعداء فيها فروضة ونص نلعب ومدفعين نتمنى ان شاء الله بإذن الله ان الساعة اللي حنقضيها نقضيها بشكل مميز ان شاء الله الرحمن وخصوصا النهاردة كان فيه سلسلة من اللقاءات لكن قبل ما نروح ليها ونشوف رأي كابتين فيها النهاردة وكانه كمان بتأكيد على ممبرات الاهلي والمصري او المصري والاهلي دي كان لقاء نادي المصري اللي يقيم يمبرع على الساد بورب العرب وتقدر بنادي الاهلي واتفاق بهدفين لكل بالي ووليد ازارو لو في عندك رسائل يا سمير ابعتها لي على طول لو في حاجات بدأت الناس تتواصل معنا او تقول ملاحظاتها او اكتراحتها او رأيها في اي شيء تبعت لنا على طول كابتين مهر النهاردة فيه اربع لقاءات اللقاء الاول جمع ما بين بيرامتس على ملعبه ملعب الدفاع الجوي مع الانتاج الحربي وخبرة كابتين مختار مختار ولقاء الاخير كان المقاولين ومصر مقصة وصمحة مع سموحة مع نجوم افصية على بورب العرب ولقاء الاخير كان الخضر shall with my army تعادل م充 thinly وفوز مطشين تعادل بيرامتس مع الانتاج الحربي ونجوم نفسي مع السموحة وفوز المقاولين وفوز امبي อกديم بالجي sakit نبدأ الأول بامبارات بيرامتس والانتاج الحربي انتاج الحربي اشتركوا في القناة احنا ساهلنا المؤمرية على مجلس الدارة بشكل كبير ان النجمين كبار بقيمة كابتل مختار مع الفريل الاول وماره المان في قطاع النشئين فاكيد الانتاج الحربي عنده رؤية واستراتيجية يعني فيه تواصل بتعوده مع بعض تواصل مستمر من واحد خمسة من او ما تولت كابتل مختار او ما تولت المهمة وبدأت الاختبارات من واحد خمسة تأكد ان احنا من بداية واحد خمسة فيه تواصل بانا تلات تشتر مع الفريل الاول احنا عندنا حوالي اربع لعيبة من موليد 97 موجودين مع الفريل الاول بصفة اساسية من بداية فتر الاعداد عندنا ولدين من موليد 99 ست لعيبة موجودين من قطاع النشئين كابتل مختار مبسوط منهم بشكل كبير جدا بيديهم على فترات المواتشات التجربية اللي بعد المباراة بيديهم على فترات يبقى فيهم جز لاعب او اتنين موجودين في التشكيلة اللي موجودة من 18 او 19 لاعب ده التنسيق اللي بدأ بينه بين كابتل مختار وفعلا هو عنده ثقة فيه بشكل كبير جدا وعنده ثقة في قطاع انه هيضر يغزيه طول الموسم بالعناصر اللي كابتلات كلمت عليها عناصر مميزة اللي فعلا عاز اقولك كابتل سيد هتحمينا جدا من الارقام الكبيرة اللي سمعينا على الساحة بشكل كبير واحنا كمان في تحدي ان الانتاج يبقى بنافس الاهلي والزمالك والمول العرب وانبي اللي هما سبقونا في قطاع درس البصامات تباني البصامات بينه من هوات ان انا بتفرج على قطاع النشئين لما بيكون في وقت متاح يعني ممكن اتفرج على قطاع النشئ حتى لو 10 سنين ولا 12 سنة ولا 14 سنة فبدأ اسم الانتاج الحرب يتردد بشكل قوي في قطاع النشئين بالزبط وخصوصا انا بدي يمكن دي 8 سنة في هذا القطاع فبعندي خبرات كثيرة جدا عاز اقولك كابتل سيد ان الجانب الاداري ولاي الاوي بالنسبة لك الجانب الفنينا موجود في الملحب بصفة اساسية من القاعدة تحت من 2010 لحد مولي 97 كل الجوانب اللي فيها ضرامج تدريبية فيها ضرامج نهارية فيها حاجات خاصة رجعنا تاني الحاجات الخاصة اللي احنا تعودنا عليها زمان كل الاخطاء اللي بتحصل لنا في الموراة بنشتغل عليها صباحا بنعمل فصل بين المدافعين مدة ساعة كل الاخطاء اللي بيعوا فيها بنصلح لهم تاني يوم وبعدين نصف الملعب المهاجمين الساعة اللي بعديها فتأكدك بتنسيد عملنا فرق في شكل بير يعني القطاع السنادي هتحس القطاع النشئين دا سلحكو اتشرت من شوية اقولت خلاص بالزبط الارقام هيبقى صعبة علينا طبعا المؤسسة مؤسسة أو كل الناس المسؤولة في الانتاج الحربي الناس محترمة طبعا على المغنى من فوق لكن الارقام مش تقدر تجاريها فسلحك هو قطع النشئين بالزبط فانعاز اقولك ان الاستراتيجية دايت انا بديتها من بداية واحد خمسة عندي منها الارتقاء باللعبين من خلال النشئين جالي حوالي ممكن سبعة تمن تلاف لاعب الاختبارات اه يعني كانت اول مرة للانتاج الحربي ان يجي الاعداد دا الناس بدأت تحسها سيد ان هذه الانتاج الحربي قادم فبدأت الناس عندها ثقة ان احنا نروح فرصة اللي ما بلعبش في المقولين و بلعبش في الاهلي و بلعبش في الانبي يروح الانتاج فالنهاردة جلنا زحف بشكل كبير جدا شهرين احنا موجودين في الاختبارات سبعة تمن تلاف ولد غير حاجات الخارجية كمان انت كنت بتكلم انا نزلت نزلت اصيوت ونزلت الفيوم ونزلت المنصورة ونزل كنز كنز يا بلال بشكل كبير جدا و احنا عندنا فرصة كابتن سيد ان احنا نعمل حلوي تجديد في خلال الفترة دي دي كانت من ضمن استراتيجية اللي انا بدأت بها النقطة التانية كابتن سيد ان انا عندي المنتخبات لازم اغزي المنتخبات عندنا يمكن 3-4 ولاد مع كابتن ربيع سين موجودين في الانتاج كان في ولادين في ولادين في السبعة سين وحتفشة وغريب سعدتني احييك عليها طب اروح للمباراة كمان يا بلال يعني لو انت معاك التشكيلتين او لا معايا سيد التشكيلتين معايا تشكيلة بيرميدز وتشكيلة الانتاج الحربي طب تقولهم سريعا كده الانتاج الانتاج الانتكلم على بيرميدز هو صحب الارض طبعا النهاردة المهدي الاسلامان كان حرس المرمى من المين لشمال احمد توفيق عبدالله بكر وعلي جابري الاثنين سرد باكين عمر جابري نحت شمال بس النهاردة اعتقد كان متغيرا شوية اوه عمل تغيرة فغير وعمر جابري لعب هو اللي كان هو موجود في ناحة الباكرايت في نص مرعب نبيل دونجا ومحمد حمدي واحمد توفيق كان مع نبيل دونجا وعمر جابري باكرايت ومحمد حمدي باكرايت عشان طب التشكيل واضحة عمر جابري نحت اليمين ومحمد حمد نحت شمال احمد توفيق ونابيل دونجا الاثنين بلعب في نص مرعب وادامهم السولاسي الادواردو ورودرجينو وكينو وقدام ريمبا ريب مار تمام هذا الفرود رقم سبع اللعيب بتاعهم ده التشكيلة بتاعت برامتز تشكيلة التنتاج الحربي عمر عمر حرس المرمى من اليمين برضو للشمال عبد الرحمن فاروق وهبان أنان ومعازل حناوي سرد باكين وإحمد شيد نحت شمال محمود حماد أو أحمد أدوارد وعبد الرحمن بدي دول تلاتة وصمار وكينو مختار رضي كان بلعب أربعة تلاتة اتنين واحد التلاتة اللي قدام جيم ستادي اللي هما تحت الاثنين تحت فارود جيم كان ممكن يعرض هدف تاني عن طريق محمود مساعد القرف منتهى الجمال رحل استحواز بيرامنتس في الشروط الأول ومحاولته في الشروط الأول لكن خبرة طبعا طريقة كابتن مختار مختار ليه التفوق كان للإنتاج الحربي في البداية وعودة بيرامنتس في النهاية بصلا شفت المبارة النهاردة كان كابتن مختار مختار كان فيه يعني مختار مختار النهاردة كان يستمر بعد ما سجل الهدف الأول كان يستمر في الحالة الهجومية بتاعته كان ممكن يسجل هدف تاني لكن برضو خد بالك حتة برضو اللي تكلمنا عليها المباراة اللي فات حتة برضو الجهازية البدانية مش موجود النهاردة كبان اللعيبة كان عشان تعمل مشوار من التمنتاشر للتمنتاشر وترجع موسم كان صعب الانتاج الحال كانت مختار مختار النهاردة مقابل بشكل جيد جدا قفل بشكل كويس كان بلعب كما نتفقنا 4-3-2-1 في الحالة الهجومية في الحالة الدفعية كان بيغير ترجع لا بلعب 4-5-1 وكان محمد رجب هو ده الفيرود الوحيد اللي كان بينتظر قدام مع الاتنين بتوع بيرمتز اللعبة كانت مختار نختار النهاردة اكيد هو ارى فرقة بيرمتز بشكل جيد جدا كان بيلعب النهاردة على اطراف الملعب وكانت مشكلة كبيرة الموجودة حتى كمان مع امبي كان بيلعب عن دوم مشكلة كبيرة جدا بيرمتز في الحتة على اطراف الملعب الباك المينيو الباك الشمال لعب عليها النهاردة جيم ستادي بشكل كويس حمد عشان هم بعملوا كابت مخترب في الحتة الدفاعية اللي اتنين اللي بيلعب تحت الفروت دايما بيرجع برضو يدفع برجع ممكن كمان يرجع لل 18 اوقات كتيرة كنت بشوف جيم ستادي بيرجع لل 18 عشان يساعد في الحتة الدفاعية لان كمان النهاردة المدير الفاني فالنتين تمام بتاع بيرامدز كان دايما مثبت لعيب رقم 10 دايما في الحتة الهجومية عشان كده كان بيبقى مشكلة دايما كبيرة عبد رحمان فروت عشان يبقى المميز على فكرة عشان ده مميز كويس جدا هو اللي سجل الهدف النهاردة تمام هو اللي بعمل الشغل كله بس هو اخد بالك عشان دايما بيستنى في الحتة الهجومية فردي عنده اول اول فكر انه يلعب الوحد هو بيرامدز بتعتمل على الفردي النهاردة مفيش جمعية في الأدايا يعني فريق كويس فريق محترم يعني لو مسكنا كل لعيب لوحده لعيب كويس جدا لعيب امكانيات كبيرة المهارات الفردية عند اللعيبة كلها عالية تقريبا العيب رقم 8 العيب كويس العيب رقم 7 فريق رقم لكن مفيش اللعب الجماعي يعني مفيش النهاردة تاكتك واضح في الملعب انت النهاردة بتتفرج على بيرامدز انت مش عارف ممكن يسجيله هدف ازاي الا اذا كانت حالة فردية مباراة المباراة اللي فاتت برضو مباراة امبل اللي كسبوها من كرة سبتة بخلاف كده مفيش جملة تكتكية في الملعب يعني انت ما بتشوفش مثلا الفروت بيضم فيروت تاني وبيخرج الباك الشمالي عشان يعمل كورسات ويتلعب كورسة عرضي فالاثنين الفروت بتحركوا اول شغل اللي بتلعب من نص الملعب اول الهدف اللي يعتمدوا عليها شك كبير عندك طيب بكلم مدير فني طبعا قدير وواحد عنده خبرة كبيرة جدا جدا لما يكون عندك باج زي عبد الرحمن فاروق وبيحصل له اصابة بيحصل خلل في الطريقة وخصوصا كمان لما يكون انت من الفرق اللي ما عندهاش عدد كبير جدا او عدد متوافر بالنسبة لما تحصل لك اعتقد ان ملحاجات اللي اثرت على فرقة الانتاج الحربي هو خروج عبد الرحمن فاروق بالذات السيد زي ما قلت خروج عبد الرحمن فاروق اثر بشكل كبير جدا على السبات اللي الكابت المختار بيعتمد عليه يعني النهار ده بتفوق الانتاج الحربي نتيجة السبات اللي موجود في التشكيل يعني دي السنة ثاني على التوالي كابت المختار يمكن التغييرات في بعض الحالات يعني يمكن اضافة محمد رجب قوة هجومية بالنسبة لكابت المختار ومحمد مسعد ومحمد مسعد يمكن اثاروا بشكل كبير جدا على الجانب الهجومي للانتاج لكن باية الخطوط سايد هتلاقي ان فيه سبات من التشكيل وده يمكن مساعد الكابت المختار على من يقدر ينفذ الطريع طرف بيبتدي من خلال جيمس وعبد الرحمن الرابط اللي بينهم ومن بعد فيه جملة التكتكية اللي بيعتمد على الكابت المختار من الاختراكات من على الطرف طبعا بتأثر كبير في شكل كبير جدا على اداء الانتاج الحابي لكن عايز اقول لك ان دويدار النهاردة قام بدور يعني بحيي عليه دويدار مكانش موجود مدرك اضافة تالتة لكابت المختار دويدار عنده من الخبرات اللي يقدر يلعب في الحتة اللي فيها قلب الدفاع لكن قلب الدفاع بقى فيه سبات بالنسبة المعازح الناوي وهاب اللي هو الرجل الافريكي كمان يعني مكسب كبير جدا لكابت المختار دويدار بيقوم بالدور اللي هو يقدر يلعب فيه لها في الدفندر لانه هو من اللعبة اللي عندها يعني ضغط على الخص حساسة نوعه يقدر يقدر يقفل الحتة دي بشكل كبير طبعا الكرة اللي لعبها محمد مسعد اللي جد في العرضة اللي جد في العرضة كابتن سيد دي كانت يمكن تخلص المبراه هدف تاني تقتل بشكل كبير جدا لكن عاز أقول لك زي ما بلال قال ان كانت مختار عنده شيء من التحفظ يعني يعني معودناش كابتن مختار على التحفظ ده اللي هو زاد عن عن اللزوم شوية يمكن هو ده الوصل يعني اختلف معك في حتة زاد عن اللزوم ليه لان انت بتقبل فرقة يعني الأسعار الأسعار اللي جاي بها عالية جدا وإمكانياتها وكدراتها عالية جدا فطبيعي جدا ان هو يبقى متحفظ شوية لحد ما يشوف الفرقة اللي قدامه يعني يشوف الدنيا ماشي ازاي كله بالنسباله هو اللغة رتمية يعني يقول لحاجة وبقول لان واحد من الناس اللي مش واخد حقاه خالص على المستوى الاعلامي بالزبط فاخر اربع خمس ست سنين يعني لو رتبت الناس من المدربين من واحد لأربعة ولا حاجة هتلاقي من من الناس اللي هي مصنفة بشكل كبير جدا وصال كمان كابتن سيد بأكد كلامك ان المختار بيشتغل يعني معه ماشا احنا شايفينها مع امكانيات احنا شايفينها يعني بيقدر من خلال امكانيات داد ان هو يقدر يعمل شكل فرق يقدر يعمل شكل اداة يعمل شكل هجومي يعني حتى كمان في التغرب بتاحته يعني تحس ان في تقني يعني بيشتك الراجل المهاجم اللي هو دزب الشوت التاني اللي هو افتكر المهاجم الافريكي من موسى موسى اه موسى ديوارد اه يمكن اشتركه قبل كده كابتن سيد في مباراة الموراة موسى تنزح وليام تنزح وليام تنزح على حرس الحدود يعني حتى كمان اضافة كابتن مختار بالنسبة للورق لا بيخترع نصره بيخترع نصره الورق وامتى بيشركه فعلا بيختر التوقيت المناسب يقدر يشتك فيه وليام يمكن نزل على اساس ان كان مختار عايز يقرر التجربة مع حرس الحدود بالزبط انه يقدر يتلم البراء في اخر لكن العكس حصل ان حصلت السيطرة من بيرمدز بشكل كبير جدا في اخر ربا ساعة يعني حصل تفوق بشكل كبير في الجانب الهجومية والانفراضات والحاجات الفردية اللي راحت بيها بيرمدز موجود اربع لعيبة طبعا برازلين عندهم من المهارة وعندهم من القوة وعندهم من السرعة لكن حيث اتقانهم في تسجيل الهدف ما كانوش موفقين النهاردة بشكل جيد لكن في الاول والاخد احنا شايفيننا نتيجة عادلة للفرقتين ان يطلع المباراة درون واحد واحد طيب عايز تضيف حاجة في المباراة دي يا بلعب المباراة المباراة لا يا كبت سيد بس أنا كنت يعني انتكلمت في نقطة مهمة جدا هي تتحفظ شايف ان كبت مختار يعني لعب الماتش بشكل كويس قوي ممكن انا ان بعد بعد 30 دي او 35 دي بعد ما سجل الهدف كانت مختار مختار لو كان اتقدم او لايك جيم افتوح اكتر من كده مع قدام برمس كممكن سجل الهدف تاني ده الممكن دي الحاجة المحيدة هو حاول اكيد خد بالك خد بالك انا عايز اقول لك الحاجة مهمة انت النهاردة بتلاقي فرقة امكاناتك كبيرة كابتن ولكن ما بتضغطش في نص ملعب سيبالك الجيم يعني مفيش حتة تضغط في نص ملعب ده خطع الخصم لك انت عايز تقطع كورة في مغامرة تانية بلان اصعد ان انا بقطعك لكن هو في مغامرة في شوط التاني باشراك محمد محمد فاروق وكمان مجدي افشا على حساب واحد زي احمد توفيق مسر في نص المنعب انت بدا تتكلم بواحد بس اللي بلعب في نص المنعب فكان لا انا بقول لو في نحية بدنية مزبوطة عند عند الانتاج الحر اعتقد كان ممكن يبقى فرصة احتر من كده بكتير في نقطة كمان كابسايدة كابت الملال ان برمز هياخد وقت كابت نسايد على حتة سباة التشكيل وطبيعة وحتة الشكل والانسجام والانسجام حتى البداية بالانسجام بدأ مع فرقة اجنبية يعني كابسايدة المهمة ان يبدأ مع فرقة مصرية واخبالك يبدأ يتعود وتعرف على القرى المصرية طبعها ايه شكلها ايه اداء ايه واخبالك لكن انا عاز اقول ان برمز هياخد وقت في التجانس اللي موجود عليه لعبته من خلال التشكيلة لان انا سمعت ان المدير الفن بيكلم على التدوير ان كلهم مباراية حصة التدوير في اللعيبة فدي بدك مش هتبقى بصالح تشكيلة واداء الفريق يعني طبعا نشوف على المهم معنا على التلفون كابتن ساميرا عصمان محللنا طبعا التحكيمي هنا في ملعب الاهلي مساء الفل ورواحت البيت ولا لسه اه رواحت مساء النورة كابتن سيد طيب انت زي حالتنا اخرك ساعة اثنين ولا ايه منتعرف تعليمات لازم تبقى بقدر يعني التعليمات وتعليمات وتعليمات الكابتن مهن امام وامام احمد بلال لما بتتأخر زي لما بتتأخر بتحتاج مساعدين ولا لا في الاول اتذار وبعد كده يعني فيه وقت الفار 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 اه 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 انا التفكر تحضر جدا تقنية الفيديو اه تنفعنا دلوقتي طيب شفت الكرة لا لا الاول كان فيه النهارده عشان قبل ما نروح للكرة بتاعتنا كان فيه واحنا بنتكلم على موارات بيرامدز والانتاج الحربي هدف بيرامدز التعادل ايه وجهة نظرك هدف صحيح يعني من وجهة نظري انا انا شفت الكرة كذا مرة اوكي اللعيب اللي استلم الكرة وبعد كده اللي جري من ناحة الشمال وبعد كده احرز من هدف ده متسلل بنسبة 100% اوكي طيب نروح للقطتنا اللي انا وعدت بحضراتك بها مبارح بس تاكنا عشان عيد ميلادك مبارح يعني بعد الساعة 12 قول تأجلها النهارده اتفرجت عليها كويس نشوفها مع بعض 40% يعني ربنا اديك الصحة الله يخليك يا كابتون ربنا يخليك انفضل يا بوكي باتر طاضل طال دي طبعا لسا لسا ما كانتش ظهرت عندي او لحظة واحدة بس كده اه اوكي اوكي بس كابتون سايد طبعا اللعبة دي طبعا بتخل اللاعب المصري بطريق التهور على لعب الناجي الاهلي حسام عشور اوكي ودي تصدحق طبعا ركلة حرة مباشرة والكارت الأصفر لدي تهور مش استخدام قوة زايدة والمفترض كان دي ناع على اللقطة دي والقرة اللي احنا شايفانها لازم ادع فيه كارت أصفر للاعب المصري بس انا عاوز اقول في القرة دي يا كابتون لازم هنا المسافة بينها وبين مساعد الحكم حوالي بالضبط اربعة متر او اربعة متر ونص طب ايه حكاية تحسينة بستدات بقى يعني ايه حكاية تحسينة بستدات عشان او باعرف اللقطة الاولى بتاعت واليد أزارو كان تحسينة بستدات واللقطة دي تحسينة بستدات يعني فالأمر ايه الامر بسيط ولا الامر ايه عشان او باعرفين سأل فولا كابتا تحسين لا لا بس سأل فسأل فسأل سنت نوضح حاجة أنا برضو يعني النهاردة كان فيه اتصال معين نخلص الأول من القرى الأولانية ما شفناها يا كابتا سيد دي المفروض كان تحسين لازم يساعد محمود فيها طبعا لازم لنقريبة منها لا وانا شايف برضو ان كابتا محمود البن يشوفها كويس لانها مواجهة بس برضو هكي أقرب لتحسين يا كابتا سيد أكتر طبعا عايزة أسأل سؤال قبل معرفة قبل معرفة الاتصال اللي حصل النهاردة لحضرتك هل منطقة الملعب في كرة زي كده تستوجب فيها انذار في نقطة معينة في الملعب ولا تستوجب في نقطة تانية يعني مثلا دي كانت عند 18 الاهلي لو في 18 المصري ولا الأمر ده ترمى الخطأ في أي مكان في الملعب أو أي اتجاه في الملعب أو أي توقيت في الملعب يعني تستوجب الانذار طبعا دي أسأل اترم جدا وتعليمي لأي حد لا يا كابتن في أي مكان يحصل فيه خطأ ويستوجب فيه كرت أسفر انذار لازم يشار كرت الأسفر ونفس القصة الكرت الأحمر بغض النظر عن مكان الحدث ده جول 18 أو خارج منطقة الجزائر فطبعا دي لو يتعامل سعيد المكان في الملعب لازم انذار لازم بتهور طيب يعني ده انذار تاني وترد مظبوط كده لو عنده انذار أولاني أطبعا يعني العيد عنده انذار تاني انذار أولاني عنده انذار أولاني طبعا وانا بجيبها لإيه اه 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 يعني طبعا برضه انا عارف انك مش تكون حاجة غير غير ما تكون ايه فيها نقطة معينة طيب يبقى حضرتك بقى يعني دي عند حضرتك تمفروض تجيبها انا بجيبها لك ايه بفاجأك على الهوم بعد كده يعني احنا مبارح كنا محديدين كذا لقطة تمام؟ بي حاجات انت حضرك بتجيبها من كنترول بعد كده اه اه طيب ابو كباتم يعني انا بقول لي كده 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 سمير مش مسألة ان مباراة وعدت مباراة وانتهت ومش مستهلة والمباراة الحمد لله رب عمينة اكتر حاجة يعني مأخرانة شوية هي حتة معلش والحمد لله رب العمينة والدنيا كويسة طبعا الحمد لله على كل شيء والدنيا كويسة في كل الاوات لكن اقصد دايما القانون هو القانون تمام القانون حضرتك حضرتك يعني ماشي معاكس الطريق فاضي زي ماشي معاكس وطريق مليان بالضبط هي هي نفس المخالفة طبعا انا ماشي انا بس عاوز اوضح لحضرتك حاجة ما فيش حكم في الدنيا كابتا انا عاوزي بقى شكل وحش في الملعب تبقى من الاخطاء والحكم باشر والكلام ده مستهلك جدا تمام بس انا بقى منظور تاني فيش حاجة ما عاوزي بقى شكل وحش ممكن يعني انا عامل مطش التسعين دي انا مبارح معمود البنة وطعم معاك عاملين مطش كويس قوي على مدارة التسعين دي او مبارح ايه اتفرجنا وقشدنا معظم الكور اللي جات خاصة اللي فيها الجدل اللي انا وحضرتك شكناها مبارح تمام ممكن تبقى فيه كورة كورتين حاجة على الاهلي برضو حاجة على المصري من الصعبة يا كابتن في اي حتة في العالم تسعين دي هتخلص بدون اخطاء صعبة هتتبقى صعبة فطالما فيه العنصر البشر جات فخلص بتبقى ايه الى حد كبير مقبولة طيب اهم حاجة عارف يا كابتن سيد ايه فضل ان ما يكونش حكم عنده التحمد لا 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 سامح الله ودي الحمد الله مش موجودة في مصر لا 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 سامح الله لا 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 سامح الله خمسة لا سامح الله كابتن تحسينة والسيدة انت فضلك واحدة كمان فاضل لك ظلط من الحكام الكويسة بس النقطة اللي انا كنت عاوز احب اوضحها لحضرتك تفضل اتصال كورة بتاعة امبارح بتاعة ازارو اللي هي باليد لا ده كان مش قرار تحسين لا ده قرار البنة اه بس هي سليمة محمود اه هي سليمة طيب يعني انا عايز اقول لكم انا عايز اقول لكم برضو يعني معلش هتها بقى يا وليد يا سميرة انا اسف لان انت النهاردة في حالتين كابتن ماهر كابتن بلال في حالتين يستوجبوا طرد في المباراة واحدة والتقييم التحكيمي على فكرة انا من الناس اللي بتشيت جدا من محمود البنة جدا لا انا بتكلم على بتاعة وليد ازارو ما خلاص دي قتلناها بحسا خلاص يعني انزارو يستوجب الطرد خلاص لكن انا بتكلم على بتاعة وليد ازارو اللي محمود البنة قال انها ضرب الجزاء اه اسف انها لمست ايدو يعني في مباراة فيها اتنين طرد اتنين طرد واللقائين يقول لك ما اثرتش في نتيجة اللقاء هي ما اثرتش في نتيجة اللقاء بس منعتني من فوز مرتاح في اوقات بيبقى انتك عندك فوز مرتاح في اوقات بيبقى عندك انتصار تاريخي في اوقات التاريخ ما بيجدبش وما بينساش فانت بتحرمني من حاجة في منتها الهمية معايا كابت سامير انا مع حضرتك اه بس امبارح ما كانش في اثنين طرد يعني هو دي لو اثنين طرد لا اتعال ليبقى بعديزنا حضرتك انت بدأ سنك السبعة واربعين ابدأوا كده ايه بمية مية ودخل على العشرة الاوائل منذ الحجة فيعني ابدأوا بمية مية يعني عشان ليبقى ماشين عشان عضرتك قول بسم الله الرحمن الرحيم وتعال معي ماشي هتلينا بتاعت وليد ازارو هاتدي فطرد اه بص التانية اوكي ده رايح مواجه للمرمى طرد ولا مش طرد بس الثانية واحدة هو كان انا مش بتكلم انا عمش بتكلم على فاول ايوة هو مانعني من طردي دلوقتي هوا حسابها انبول هوا حسابها انبول ايوة انا بتكلم يا بوكة باتن خلاص ما انت النهاردة ارتكابك لخطأ في التأدير تمام منعني من حقي في الخطأ اللي بعده يعني حضرتك بص كمّل اللعبة بقى كده دي لم يوجد صفارة فيها تمام بس هو هنا صفر يعني بص هنا سيدي من عارف والله العظيم تلاتة عارف ان هو صفر من عارف ان هو صفر انا بقول لحضرتك بقى بتقول اللعبة المركبة اللي بعدها اللي بعدها بقى حضرتك تمام اللعبة اللي بعدها وليد اذاره مكمل دي بقى نفترض دلوقتي اف 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 يا سامير بعد ازا نفترض دلوقتي ان محمود البنة كمت المحمود البنة ما صفرش تمام كمّل اللعبة بقى كده كمّل اللعبة يا سامير التخطير تحت اسليم كمّل بقى من غير ما نتكلم كلنا قول لي دي بعد كده تستوجب كمّل يا سامير سامير عكاشة كمّل يا سامير بتاع تعزبنا ليه ايه ده معاك يا كمت سامير تفضل كمّل بس ساني تفضل كمّل بقى كده كمّل يا سامير كده بقى لو افترض ان ما فيش صفارة دي ايه انفراد بطرد ولا انفراد بانزار انا معاك انا معاك بس انا هقولك حاجة انا معاك اوكي هيبقى كارت احمر كمان على طول فيها بس في مقطع طب يديلي بس بعد يزاك هاسمع حضرتك والله هاسمع حضرتك وهديليك المايك كل حاجة دي ده ترد كده ولا مش ترد يعني في القانون طبعا هنا هتبقى طبعا 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 طرد عشان خلاص موجه للمرمى موجه للمرمى عنده فرصة اكيدة وبيلعب برجليه تمام تفضل بقى كمّل كمّل يبقى تنين طرد في المباراة من خالية من الأخطاء التحكمية استنى يا كابتن سايد بس اصبر بس اصبر هتكلم انا؟ لا طبعا يا سلام ده عيد ميلادك يا رجل ايه واضح انها هتبقى سنة جميلة يا كابتن سايد الله كريم يا كابتن سايد انت حضرتك انت حضرتك بتقول ان دي هتبقى طرد انت كالعبة دي طرد بس ليه ما نقولش بقى حاجة تانية اما محبوض البنة صفر على الكورة اللي جات في الايد لعيب بتاع النادي الاهلي لعبة المصر اللي هو كان عالشمال البجر منها التاني ابتدى هدى ومجريش والتاني اللي عالمين برضو وقف فبالتالي اما كان لها في بلاي اون كان الاتنين دولارين برجع بس يا سنة انت يا عم انا ما بروحش في لعبتك ما تروحش في لعبتي تعالي بقى بعد اذنك انا عايز اقولك انا عايز اقولك ان اللاعب اللي حضرتك بتستدل ليه كده ده قدم ساحة وسعى لنفسه في الكورة اكمل لك بس بعد اذنك اللي عالشمال ده بص حضرتك هيعمل ايه هو هيبدأ اول ما يشوف الباك رايت اللي هو برضو شاطق يعني مش عارف احكاية محمد شاطق النهاردة اقولك حاجة سمير بص بص هيبدي اواسعه انا عاوز اقول سمير يوقف ماشا بس يوقف هنا اه خلاص معاك ويفنا انا عاوز من اول لا من اول ما يستلم يا كابت السيد انا عاوز اول جمع تعالم ترجع الوراء يا سمير لو سمحت لسه لسه ورا يا كابت سمير لو سمحت ارجع 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 بس هنا بس هنا يعني اول ما تيجي على ايده يعني لعبنا كمل يا سمير او اتفضل بقى نعب يخل بجع عشان فير انا ان دي الصوت والصورة لان اعاوز اول ما تيجي على ايد ازارهم ايه مش على ايد ازارهم بس عشان بتقولرك ايدي ازارهم على صدر له لا على صدره بعد كده ايدو على صدره بعد كده ايدو Bauna هنا بقى يا كابتن هنا فيه كلاتة هنا مفيش طرف يا ابو الكباتن ابو الكباتن ابو الكباتن ابو الكباتن ابو الكباتن انا مش واقف عند الصورة دي حضرتك كمّل يا سامير يا عكاشة كمّل سامير يا عكاشة هنا أول ما صفّرت لعبت المصري وقفت خلاص وقفت فين يا رجل يا طيب العلمين يا كبتل سيد بصت يقف خلاص مش هيوقف ده بيبص اف اف بس اف اف انت عارف اللعلمين ده بس ليه؟ ارجع خطوة واحدة بس بعد ازك يا سامير يا عكاشة انت عشان تعرف ان كل مستمع السفارة انا هدينك مفاجأ عشان تبعارفي يعني الكل مستمع السفارة خالص اللعيبة ممكن يكونوا في المالة بسمعينها يا كبتل لا مستمعينها اقولك اكبر دليل ليه بس يا وكباتل تمام؟ انا عايزك تبص للعيب اللي انت بتستدل ليه؟ هتبص تلاقي يعنيه رايحة فين؟ رايحة اللاين مان يشوف لا رايح يشوف اف سايد ولا مش اف سايد كمل بقى كمل طب اكمل بس عشان رايحك بقى في اخر حتة بقى بصها كاتل اف اين اف اين اف اين بص اللعب اللي حداك بتستدل ليه؟ بيبص على اللاين مان ايشتغل كابتن سايد يا كابتن سايد بصوا كابتن ماري وكابتن بلال الاتحاد الدولي اعطى فرصة للحاكم ثلاث ثواني في احتساب الخطأ اللي عاوز يختسبه وكان عاوز ما يصفرش عليه يعني هو ما زال في حيز الثلاث ثواني يا كابتن سايد وانا بقول ان هو في حيز الثلاث ثواني من الاربع ولا العشرة انا بقول لنا انا بقول لحضرتك يا كابتر حضاري بتقول لي اللعيبة بدأت تقف فممكن ما يبقاش تستهل الطرد. انا عايز اقولك بص بقى. بص اللايمان. انا اخلي بالك ما هو ده اندشاع. انا عارف ان الله اللعيب اللي بتاع المصر اللي هو. طب سبك من سبك من احساس المصري. انا بقول لحضر انت حضرتك بتقول لي ان الكرة ديت. الكرة دي ما جاتش. جات في في صدر ازارو. وجات في ايد ازارو. بس في القانون. طالما جات في صدرك الاول وفي ايدك ما تتحسبش مظبوط. واستدلينا مبارح ببعض الحالات اللي كانت السنة اللي فاتت. مظبوط كده? ماشي. ماشي. اوكي. بس في حالة زي دي. اه. هو هنا عدل جسمه للكرة. يعني الكرة دي هي عدلة اه اه تجاه الكرة كابتن ايد. اه يعني انت بتقول انها لمس تياد يعني? اه طبعا دي هنا دي هنا اه. طب بتروح البيت تتغير والله العظيم تلاتهم. لا 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 اسمع مني بس اسمع مني. اه 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 احنا احنا جبناه اه امبارح يا كابتن ايد. لا انت عارف الكلام كله واضح. يعني انا طبعا في الكلام واضح. دي غير الكرة بسعة الجيش السنة اللي فاتت او اعتقد اللي جات في ايد اللعيبه كده. لا دي هنا مختفن. هو عدل جسمه بالكرة. ماشي ابو كابتن. ان المكانات. ولا هم. ولا هم. ولا هم. ولا هم. ولا هم. ولا هم. ماشي ابو كابتن. ماشي اسكال لسه فضل اثنين وثلاثين اسبوع وما تقلقش. كله ضرب ضرب ومشي تين. كله ضرب ضرب ومشي تين. متوقع على المزاحمة زي كبس اي. بالتوفيق وفي مباراة خالية من التحكيم بس فيها اتنين ترض بس. يعني الاهل يتفوق على مصر بهدفين. نطلع على فاصل نشوف او تيارين مع الحكام. ورأيهم خصوصا كان كابتن ردل بلتاجي رئيس لجنة الحكام الأسبق ورأيه في التحكيم في الفترة حالية ورأيته كمان وجهة نظره في اللي جاي وبعدين نستكمل مباراتنا مع كابتن ماهر وكابتن أحمد بلال وبتأكيد هنتكلم عن مبارات مصر المصري والأهل احنا قبل أسبوع وليلة شفنا نهايات كاسر العالم أكبر عرص كروي وشفنا أخطاء فادحة كارثة الناس عندهم من حضاره من أخلاقه والرخي ما بيقفوا شو دمناه بالشكل اللي احنا بنقف كبيراوه خلينا نقف دمضامير الحكام وشجعته أمنته وعدلته هي دي أهم مقاومات تقييم الحكام هو عادل ولا لا وشجاع ولا لا إنه من الحفوات البسيطة دي إلا اللمم مفروض ما نقفش دمع كثير إحنا بستعدي يعني ممكن تبقى لعبة واحدة بس ونقضي قدام ربع ساعة من حلالها ووديها هاتها ورجحها وهاتها وجيبة الحاجة ما عندوشش الرفاهية دي يعني هي تاك خطة واحدة ورؤية واحدة وقد يأخذ نسوء حظه حاجة برؤية عنه ولا حاجة خلينا نسلم بحسن نية حكامنا كل واحد يوم بأمل أنه هو يكون في المرتبة أعلى الدرجة التانية عايزي بقى أولى الأولى عايزي بقى دولي الدولي عايزي روح أفريقيا اللي في أفريقيا عايزي كاس عالم خلينا نسلم بحسن نية نساعد حكامنا وقزيرهم وقف معاهم في دهارهم خاصة إحنا عايزين الجامهير ترجع تاني يعني مش عايزين إحنا بقعب على الحكام عندين حكام كواسين إحنا كل كاس عالم لنا مواصل في كاس عالم واخرهم جهاد ممكن لعمتش واحد لكن كان موفق فيه كل أمم أفريقيا لنا إحنا عدنا ثلاث أمم أفريقيا مرحش متخبنا إنما كنت كل أمم أفريقيا ليك أنا شخصين عندي عشر حكام درجة أولى مش دولين ما يقلوش كفاءة عن جهات يعني عندي عشر حكام في الدرجة الأولى وفي الدرجة الثانية فيه أولاد موهوبين جدا لو خدوا فرصة يبقوا كويسين أو نسعيدوا بقى أنا في رؤية شخصين تحكين أعلى مستوى من التدريب وعلى مستوى من الكرة ومن العين ده أنا بأكد إن الأخطاء مش تنتهي ده مش بس عدنا ده في العالم كله ونفس الأخطاء دي هو وإحنا بتدرس لهم كنا إحنا بلوع فيها وبنوع أفضح من دها يعني وحتى اللي كانوا بدرسونا أسازتنا الكبار ليوم العمر الطويل والراح مع الأموات كانوا بيعملوا أخطاء أكتر من كده وإحنا كنا عملنا أخطاء أنا أنا يعني في حاجات بشوفها النفسي ساعات كده قرارات الأهل الجميلة دي بتعيد مرشات قديمة ساعات بشوف حاجات ليه النفسي وإنا عادش في الباب أستخبأ كده بكسف يعني بكسف الأخطاء مش تنتهي أخطاء الحكام زين أخطاء كل البشر طلبوا فيه حسن النية وفيه فيه أمانة وفيه ضمير خلاص ماشي وأنا شاف أن التحكيم جزء من متعة اللعبة بنفس التخمية اللي تتكرم عليها دي الحكام كان يروح يبص على التلفزيون ويرجع يأخذ قرار خاطر يعني شوفنا في كاس العالم يعني شيء مضحك يقف مطش ويعطر مطش ويروح يبص ويرجع يأخذ قرار خاطر مع الفرق في الثقافة وفي السلوكيات هنا اللعبة تسبق وتروح على التلفزيون ومش بعيد يكسروا التلفزيون اهلا بكم الجديد بعد ما سمعنا كابتن رضا البنتاجي رئيس لجمية حكام الأسبق ورأيه في الفترة اللي جاية والفترة اللي فاتت والفترة الأديم خالص كل اتحية طبعا لكابتن رضا البنتاجي بالتوفيق هنستعرض بعد الرسائل اللي انتوا جايبينها او اللي انتوا بعتوهن أسف وهنقراها ومتواصلين معاكو على صفحتنا في صفحة ملعب الأهلي وفي انتلال قناة النادي الأهلي بعض الرسائل هنتكلم معاكو يعني او رأيوكو فيها مساء الخير عليكم طبعا ده أحمد أبو سمرة خلي بالكو بس انا في 27 عشر اللي جاه بقى 41 سنة فالنظر بدأ يعني ممكن تلويهن لبس نظارة بعد شهر بس عرفنا يا كابتن سيد السلام عليكم ده أحمد أبو سمرة مساء الخير عليكم جميعا بس عرفنا يا كابتن سيد ايه آخر أخبار العروض ناصر ماهر هنا عرب وما ينفعش يمشي دلوقتي لبقى وناصر ماهر يعني لبقى يعني كان فيه كلام مع كابتن محمد فضل ان هو قعد مع الوكيد بتاعه وشوف الدنيا ماشي ازاي الفترة اللي جاية ناصر ماهر بعض العروض الخارجية اعتقد ان لجنة الكرة والجازفة اللي نادي الأهلي ما اعتقدش ان يبقى فيه موافقة في الفترة حالية وخصوصا ان ناصر ماهر عليه 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 أمل كبير جدا جدا في الفترة اللي جاية وليد مليون مبروكة كابتن سيد على مكسب في توقيت مهم جدا وعايز اقول الحاجة للرد دايما في الملعب ودايما الاهلي جمهوره حماه طبعا اكتر حاجة بتحل اي مشاكل في الدنيا هي الملعب بالتأكيد يعني احمد ابو زيد مبروكة الفوز على المصري واي مدة غياب للسلائة ومدة غياب للسلائة هتبقى يديه وهيعمل اشاعة بكرة ان شاء الرحمن بيزن لا يبقى سليمة بعد الاصابة والدوري اهلاوي ان شاء الله ريري ريري مساء الفوز على المصري وبتوفير النادي القرن في القادم بإذن الله وهشتاج للأهل فوق الجميع ده ريري محمد بيقول منور يا كابتن سيد وان شاء الله اللي جاي احلى والدوري اهلاوي محمد برضو محمد جمال ان شاء الله الدوري اهلاوي مجدي مجدي سعد بيقول لكابتن سيد مجدي منور الدنيا واحب التحليل الفني بتاعك وبحب التحليل الفني بتاعك ده حاجة بسيطة والله يا مجد حاجة بسيطة طيب نستكفي بهذا القادر كده مجدي منورنا دائما كده وعايزين نعمل فكرة يبقى فيها اه ناس ناس عفكة كتير جدا بيتكلموا كويسا او الله جد حتى على السوشال ميديا او اللي حد منازل تحليل المباراة بتستمتع جدا 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 فراء بعض الناس والناس كلها بقى عندها طبعا تطلعات والاواسف الانترنت والمباراة الاجنبية والمباراة الدورات الاوروبية خلت الناس ملمة بشكل كبير جدا في الكرة في المستوى العالم طيب نروح لباقل لقائتنا كابتن ماهر ماشي كابتر خد لي مباراة امبي وطلع الجيش امبي بعد هزيمة من بيرامتس في الاسبوع الاول وتعادل لطلع الجيش مع النجوم افسي النهاردة بيواجهوا بعض لكن نقدر امبي في الشوط التالي تحديد انه تفوق بسلسية بصك كابتن سيد هو اخر ربع ساعة كان فيه تفوق واضح او من امبي يمكن الاهداف اللي حرزت التلت اهداف يمكن في اخر ربع ساعة من ديه 80 وانت طالع كانت حد ديه 90 كانت تفوق واضح جدا من امبي وده بيرجع للسرعات اللي تواجدت في خط هجوم امبي بقيادة طبعا اللعب المغربي اللي هو نحوائل من اللعبة اللي فرضت نفسها بشكل كبير جدا فجئنا بصراحة لكن عاز اقولك ان سمت القرى الحديثة السرعات والقوة في التنة الاخير فهو من اللعبة كبسايد اللي عنده المستندو اللي عنده السرعة والقوة والانطلاقات في المساحات الفاضية قدر انه هو يستغل هذه الظروف انه يسجل هدفين بشكل كبير يمكن الهدف الاولاني كانت اتعمل كروس عرضي حمد فاتح كانت تتكلم على نحوائل الجل الاولاني اللي هو تسجل حمد فاتحي بدربة رأس كانت بشكل جميل قدر يطلع جنب عالي من المدافعين ويقدر يستجلها بدربة رأس وبعد كده في دياء يمكن لتنين وثلاثين حصل لونج باس بردك من محمد فاتحي حمد فاتحي حمد فاتحي لونج باس من نص ملعبه وراء مدافعي طلع الجيش سبق بقى القوة والسرعة اللي احنا كلمنا عليها وضحت من نوح وائل قدر انه هو يسجل الهدف التاني ثم الهدف التالت بردك بانفراد بشكل كبير رأس فيه حلس المرمى وسجل الهدف بشكل جيد عشان تفوق طبعا خالد متولي المدير الفاني لقب على طبعا الكابتن محمد حلمي وكان فيها توفيق بشكل كبير المباركة رايحة للتعادل يعني ما كانش فيه هجمة هنا أو هجمة هنا مؤسرة لكن سبحان الله يعني احنا كلمنا على القوة والسرعة المميزة اللي احنا شوفناه في قاس العالم قدر نوح وائل انه هو يفرد نفسه بشكل كبير جدا اختيار مخامة جيدة صراحة حنشوفها خلال الفتر اللي دا طيب معاي على التليفون كابتن خالد متولي المدير الفاني للنادي امبي مساء الفول والف الف مبروك مساء الفول كابتن سيد وسلام الكابتننا وكابتن مصر كابتن ماري رمام كابتن خالد والأداف المحترم كابتن احمد بلال بناء خاليه كابتن مبروك تطلع معاي بقى عشان تفوز المطش اللي بعد اه 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 قبل ان انا برضي كان فيه شد شوية لاني برضو كان فيه عدم توفيه برضو يعني مش هكتقلم بقى في قرارات الحكام ولا حاجة ولكن يعني كان فيه اعقاب مباراة احترم طبعا القرار والنهاردة كنت متواجد في المدرجات ولكن الحمد لله زمالي كانوا بيديروا برضو الجيم وكان فيه لينك ما بيننا والحمد لله ان احنا ربنا كرمنا بالتلاتة بونت وبتلاتة هداف فده فضل من ربنا كابتل سيد الحمد لله طيب طب بحييك على اختيارك وادارتك للقاط مش مباراة بس طلع الجيش بس من السنة اللي فاتت كمان ماشي بشكل كويس جدا 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 امبي رغم ان بيغيب منها او بيرحل منها بعض نجومها او ناس من العناصر الاساسية والرئيسية في نجومها لكن تحس ان امبي دايما محافظ على شخصية الفريق فبحييك طبعا وخصوصا كمان على اختيارك نوح وائل كان اختيار حضرتك وجاء امبي عن طريق مين والله كابتل سيد الحمد لله يعني يعني بعد نهاية الموسم قلنا نعمل عملية دعم للدين فالحمد لله ان كان بعض الوكل كانوا جايبين استجيهات فتفرجنا بتركيز عالي جدا فكان نوح من ضمن الاختيارات بتاعتنا لعيد كويس فريع عنده مهارة كويسة يارى في جيل جول وبعدين كمان المفاجأة برضا كابتل ان في واحد كمان جاننا النهاردة كان بلعب مع نوح برضو في نفس التين بتاعه ان شاء الله يبقى اضافة عالية جدا لحده دك برضو هتشوف سخبال المرحلة مغربي برضو لا ده ناجيري ناجيري اوك فريع كويسة على اعلى مستوى عنده سرعات عالية جدا وعنده مهارة كويسة ان شاء الله يكون اضافة نادي انبي لان يعني بنفكر كابتل ان احنا بنحاول نرجع اداء نادي انبي واخدار حضرتك او النتائج نادي انبي ولكن ده طبعا بالاجتهاد والعمل والتعب وتوفيق ربنا فمتممنا ان شاء الله ان احنا نرجع انبي على المسار الكورة يعني ان شاء الله المصرية بإذن الله طيب تحديدا يعني برأي حضرتك بالتأكيد واختيار حضرتك بالتأكيد لكن في اسباب تألق وليد ازانو مثلا وجوده في الدور المصري وتألقه للسنة الفات تخليك تتجه شوية او تهتم شوية باللعب المغربي في الدور المصري والله ممكن برضه كابتل فعلا لان برضه المغرب عارف انت عارف برضه دول شمال افريقيا برضه عندهم المهارة العالية جدا والسرعات دي مهمة جدا في الكورة القدم دلوقتي لازم يكون فيه سرعة لازم يكون فيه تركيز على الجول لازم واحد بيجيب جول اللي هو اللي بيرايح المدرد بتاعه يعني حضرتك انا ممكن اعمل كل عاجة ولكن ما فنش الهجمة اه يمكن بينقصنا المراحل الصابقة كلها ولكن لما بيكون عندك واحد او اتنين او تلاتة بيعرفوا جيبوا جول يعني وليد اظهاره هدف مصر هو لعيب على اعلى مستوى طبعا بنتمان للتوفيق لما بيكون برضه فيه لعيبة سواء من المغرب او من ناجيريا او لعيبة حتى محلية بيعرف تجيب لك جول اكيد بيبقى راحة للمدرد يعني اللي بتعمل التاكتب بتاعك او شغلك لكن عايز تفنش الهجمة صح فالحمد لله يا ربنا كرمنا عبد النوح هو عرف السيد طبعا وعندليب برضو الفرد اللي لعب النهاردة لعيبة على اعلى مستوى بيتمنى ان شاء الله ان تكونت يعني عندليب اللي هو ايه احمد عفتاح اه اللي هو احمد عفتاح ده كان هدف دور الدرجة القسم الثاني وعندليب ليه يعني صوته حلو ولا لبسيته حلو عندليب ليه هو 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 يعني بيطلقوا عليه اسم العندليب وخدال حضرتك اه لا هو صوته مش حلو كبت بسراحة يعني اه اه بتقطع في اللعيب بتاعك كمان اه اه لا 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 كلهم حباربي ونادي واخوات السهارين والله كفتاح ربنا اخليك اه بحييك على حياتة فنية كمان يعني تباين دايما اللماغي الشغالة يعني انت بتبص للنتيجة والهدف اللي انت عايزه من المرحلة دا او التوقيت اللي انت بتغير فيه غيرت نوح اه واقل في الديئة 47 مكان عبد الرحمن عامر وبعد كده لما اطمنت للنتيجة شوية يعني او اه او اسف بدأت برضو بفعاليات الهجوم على طلاع الجيش غيرت عماد فتحي مع محمد بسيوني اسباب التغيرتين من وجهة نظرك وتحديدا في التوقيت بالذات اه كان فيها كابتن بوطء شوية في دفن سنة دي الجيش فلا ايه حتى ما بين الشوتين قلنا نازم نلعب الكرات في ظهر المدافعين لان احنا نقنوح عنده سرعات عاجية جدا فممكن نستفيد دي وهم انا بنزل كمان نوح يشير التاني عنده سرعات الحلس ذهنية بتاعته يعني كويسة جدا وقبال حضرتك فأنا كان عندي يعني عندي ثقة في ربنا سبحانه وتعالى ثم نوح وانه هو هيشدنا لقدام بالاضافة ل لعماد فتحي لعيب مهاري بريبلر بيقدر يخترق فممكن برضو يمول نوح ببعض القرات اللي تبقى فيها خطورة للخص على الخص والحمد لله ربنا يعني يمكن كلل جوادنا بالتوفيق بالاضافة برضو للشيكة الشيكة ده لعيب مهاري جدا انا كتنسايد والعيب على اعلى مستوى برضو جايبينه من فاركو من درجة تانية لعيب عالي جدا وفترة جايب احسن واحسن فتهيارات لكلها كانت رجمية ان انا شفت ان ديفنس نادي الجيش اوجهت شوية فحاولت اشتغل انا من قدام بس كانت هيكل مشكلة في الشيط الاولاني وتعدل في الشيط التاني ان دقة الكامرير بتوصل العيب للجول والحمد لله ولادنا الحمد لله اشتغلوا عليها وكان توفير ربنا بالثلاث قهداف والثلاثة بونت يعني عندك مواجهة صعبة الاسبوع اللي جاي مع اسموح هتا اعتقد ولا نغلطون طبعا انا كابتن كل المواجهات صعبة كابتن كل المواجهات صعبة كابتن كل المواجهات صعبة كابتن والدوري الخنادي قوي جدا بل مش قوي بس لا قوي وشارس فلازم نكون جاهزين ولازم نكون عندنا بودلة على اعلى مستوى فأنا الحمد لله يعني بنشتغل على كده واناكن طبعا انتك تتعب وبتشتغل وان شاء الله نتمنى توفيق ربنا معانا ومع جميع الفرق المصرية بالتوفيق يا ابو كابتن بالتوفيق شكرا جزيلا كابتن خاند متولي المدير الفني لنا شكرا جزيلا كابتن بلال اخذ مباراة المأولين قبل من استعرض الجدول بعد نهاية الجولة التانية في الاسبوع التاني للمباراة دوري 2018-2019 ناخد رأي محللنا طبعا وكابتننا كابتن ماهر وكابتن بلال في مباراة المصري والاهلي فوز مستحق للاهلي كابتن ماهر حقيقي فوز فوز مستحق السيد وبنقول مبروك للمناد الأهلي وجهازه ولعبته وجمهوره ومجلسه على الفوز ده اللي الفوز ده فوز معناوي بيدينا ثقة بشكل كبير جدا في المطولة العربية القادمة بيدينا ثقة بشكل كبير جدا في التوقيت طبعا توقيته مناسب جدا بالنسبة للجهاز الفني واللعبين وجمهور على المرحلتين اللي جايين يعني احنا ملف الدوري خلاص هنبدن نخش في الملف العربي والافريكي وده الأهم بالنسبة لنا أنا شايف أن المباراة المصري من بداية المباراة السيد فنيا النهد الأهلي الأهلي تفوق بشكل كبير عندك حس كده تحس مش مسألة تروح جديد هالروح ما بتروحش خالص لك تحس فيه يعني في إسرار في حركة مختلف عن المباراة الإسماعيل طبعا يمكن المباراة الإسماعيلي طبعا لآخر اللحظة النهد الأهلي كان بعد ما داخل في جول في آخر دايب في مباراة الإسماعيلي النهاردة طبعا يمكن من بداية المباراة واضح أو أن كان كان فيه تفوق من نادي الأهلي كلبالي اللي مرة التانية على التوالي اللي بيأكد ثقة بقى الجهاز الفني واللعابين واختيار المميز للجهاز الفني لكلبالي النهاردة بيأكد كلبالي أنه هو بيجيد ألعاب لهوا خاصة على المرمى كابت سيد ويصعب جدا نتلاقي المدافع بيجيد جبت جوليل مرة في كس مصر قدام السكة حديد ومرة في البطولة الأفريقية ضد سحل العاج لكن كلبالي طبعا واضح أو أنه بيمتاز بدربات الرأس دايبت سيد ودي مهارة من المهارات اللي هي بيأت مش موجودة في ملعبنا بسرواحد يشتغل عليها أولا بتبقى عايزة يشتغل على نفسه يعني أنت كنت بتعملها إزاي يعني أنا عزب لك قبل قبل منطلع الهواء قلت لك أن المهارة دي جات إزاي المهارة دي جات وأنا عندي 11 سنة وأنا في مدرسة الكرة في النادي الأهلي وأنا ماشي جات فكرة في دماجي كده أنا جيب شفت راجبت بلونات شاريت منه 3-4 بلونات نفخت نفخته من 4 خدت واحدة منهم وعلقتها كده عندي في الصالة انت عارف زمان ما كانش فيه نجاف يعني كان السلك الطويل وبعدين اللمبة فطبعا جبت كورسي وعلقتها وأخبرك يا سيد تخيل أننا فضلت كل يوم أشتغل عليها لمدة ساعة لحد ما وصلت للفريل الأول وعنده 18 سنة يعني فضلت مستمرها معايا طول السنين عمري أكثر 6-7 سنوات دي 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 درس من اللي أنت بتقوله دي أنت بتشغل عن نفسك ونت صغير عايز طبع عايز ودي مهارة من ضمن المهارات اللي أنا بولك عليها خلاص انقرضت في ملعبنا بإتصعب قوي بالنسبة للمدفعين النهاردة كل بالي بيعود بينا للزمن الجميل جيل السبعينات وإيجادة تصمات بالضرب الرأس إذا كانت دفعية أو إذا كانت هجومية وطبعا مخرجنا بيجيبيني أزار وهداف السنة اللي فاتت اللعب المغرب المحترف برضك الاختيار الموفق طبعا ليكم وإمتوا كابتن السيد إن كان أزار وكان موجود مع الجهاز السابق كابتن حسين بدري وكابتن أحمد أيوب وساد معوض وكابتن السيد كان مدير كورة الإضافة الجميلة اللي احنا شفناها ناصر مهر يعني من ضمن الحاجات برضك اللي جاية إن شاء الله في الأوقات اللي جاية هو بس محتاج أنه يلعب وياخد ثقة خصوصا أن ناصر موجود مع نخبة من اللعبة الموهبين اللي عندهم خبرات زي وليس سليمان وزي مؤمن وزي عشور فإن شاء الله بذل الله قادم بشكل جيد بنقول مبروك للنادي الأهلي على الهدفين الجمال إن شاء الله بذل الله السقة القادمة للبطولة العربية والبطولة الأفريقية بإذن الله طب كابتن بدل الارتياحية اللي كان فيها وانت بتتفرج على اللقاء سببها الهدف الأول ولا حتى لو ما كانش الهدف الأول فيه ارتياحية إن الأهلي جاي لا شخصية النادي الأهلي المباراة دي فعلا يعني أثبات شخصية النادي الأهلي من بداية اللقاء نعزك بتتحكي أنا أحبك لا أنا أقول بس فيه في الآخر كده أتقولي في الآخر تقولي دي الوقت عشان نتحكي لا في الآخر بس فإنت شخصية النادي الأهلي تمام واللعيبة واللعيبة الخبرات هي دي لاخد بالك يعني أكتر أو أكتر حاجة مميزة في المباراة بتاعت بسيطة أخبرتك يا وليد دي الخبرات حاجة مميزة بصراحة برجل من دي الخبرات ودي الخبرات بسيطة سيد لو تفتكر وقلنا فيه لعيبة تصنع الفارق نهاردة وليد سينمان حسين معشور أحمد فتحي نهاردة التلاتة اللي عندهم خبرة نحن دايما نقولين إنما يبقى عندك فالفرقة لعيبة عندها خبرة لعيبة تقدر تغير من شكل وأداء الفرقة لعيبة تقدر ثغير من النتيجة لعيبة تقدر تغير من رتم اللعب كمان وليد من اللعيبة اللي بتغير رتم المراسل لعيبة سريعة لعيبة يقدر ينقلك في ثانية لعيبة ممكن يعني فيأقل عدد من البساط فيأقل فيأقل وقت يقدر يقدر يوسك بكل الجول يقدر يسجل يسجل هدف يعني كرة اللي زي دي لمسة تانية يهدف للندگın يسجل لكن دائماً لما بيكون معاك حتى أنت كفرق لما بيكون معاك لعيبة عندها خبرة لعيبة إيه لا بتديك ثقة خلاص بتخلي لعيبة اللي موجودة لعيبة الصغيرة اللي بلعبتش ماهما كان في الوقت على فيك حتى لو وديها 80-90 أنت عندك لعيبة عندك ثقة بتحسن الوقت لسه طويق طبعاً يعني خلاص أنت خلاص عندك ثقة في لعيبة اللي موجودة عندك تقدر تسجل في أي وقت تقدر ترجع في أي وقت الآن لي كمان المباراة دي الضغط اللي عمله من بداية اللقاء على فريق المصري الترهيب المصري من بداية اللقاء أنك تتهاجب بشكل كويس جداً بتستغل السرعات برضو النهاردة النادي الآلي كان فاتح الملعب بشكل كويس قوي كان بلعب على أطراف ملعب بشكل جيد جداً الانتشار بتاعه كان رائع جداً المساحات اللي كانت موجودة اللي أوجدتها اللعيبة أو أوجدها كارترون للعيبة اللي على أطراف الملعب ميدو جابر وليد سليمان عشان يقدروا يستغل السرعات بتاعتهم والمهارة الفردية بتاعتهم قدت ثقة للعيبة داخل الملعب النهاردة واحد على واحد كلها كانت لصالح النادي اللعب وليد سليمان ميدو جابر النهاردة الانزارات اللي كان بتحس ملعب كانت بتخوف وبتقل اللعب عشان كده الأهلي تفوق من بداية اللقاء مش بس عشان سجل الهدف الهدف اللي كان هي جايج يمكن بعد الهدف الأول كمان كان فيه واحدة لناصر ما يعني أسهل من كده تتسجل هذا فالأهلي سيطر على اللقاء بشكل كويس أو إحنا كنا خافين والأعين من المباراة ولكن الروح اللي كانت موجود عند العيبة الإسراءالي كان موجود طريقة اللعب الانتشار اللعب داخل الملعب اللعب الجماعي اللي كان موجود هو ده اللي خلى النادي اللي يكسب المباراة يبقى فوز مستحق للأهلي على حساب المصري للمرة الخمسة على التوالي فوز الأهلي على المصري في البطولات المحلية سواء كان كاس أو دوري أو سوبر يبقى الترتيب في الجدول خمس فرق عندهم أربع نقاط الزمالك والأهلي والإنتاج والداخلية وسموحة وبيراميدس يعني ست فرق كمان لأن سموحة نفس الموضوع بالنسبة لبيراميدس عليه ولي وبعد كده ييجي الجونة بتلت نقاط في المركز السابع أمبي في المركز الثامن مصر المقصة في المركز التاسع تلت نقاط أو أمبي قبل الجونة آسف لأن أمبي كسب النهاردة 3 كان بجولة كسب 3 1 المصري في المركز العاشر 3 نقاط الإسماعيلي في المركز 11 نقطتين بيتروجيت نقطتين نجوم المستقبل نقطتين مقاولين العرب في المركز 14 نقطة ودي دجلة 15 نقطة والاتحاد السكندري 16 نقطة وطلع الجيش نقطة وأخيرا حرص الحدود بلا نقاط في المركز الأخير كابتن مهر شرفتيني ونوارتيني أنا منشكر كده أنا كمسايد وسايد جدا طبعا نظرية البلونة طلعت لنا سردباك جميل جدا سردباك مهر أمام جميل جدا السؤالي اللي هنا الرجل بتاع البلين ده نو قفل ده هو بقى خلاص ده لو كان قفل ما قدش طلع مهر أمام حد يعني بتدي رسالة مهمة جدا كابتن ماهر ازاي تشتغل على نفسك حتى لو كنت صغير يعني حتى لو ما كانش فيه قطنعة من مدربك اول اي امر انت مقتنع بابنك اجر وراه وساعد ومتيقاس لحد ما يوصل للهدف اللي هو حاولك نقطة اخيرة كابتن في الحتة دي كاب صالح اللي ارحمه قال لي بس انا كنت اغنى منك كان عندي نجفة واخيرها اه انت طرحت نظرية البلونة كابتن صالح اه فسبحان الله قال لي انا كنت اغنى منك وكان عندي بردك نفس المهارة مار وكنت بشتغل عليها طول ما انا نازل على التعارف في اخر النجفة كده بيبقى فيه كورة اللي بتفتح منها كان مبدك وطالع ونازل شغال كابتن عمى بو جريشن ربنا دلو الصح كابتن مسعد نور كابتن حمد نوح يعني كل النمازج اللي كان بتلعب بدمغة جمار عب حميد اللي كانت مميزة كل واحد عنده ميزة اه 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 اشتغل عليها من الصغر وقدر ان هو عايز ينميها وعايز يتغوارها اه يتميز بيها اه يتميز بيها كابتن بقاني شرفتني انا خليك بساعدة بلك ربنا حب ولك المر انت نجف نفسك وانا ما شاء الله الجسم يتبقى طيب يبقى يومنا خلص النهاردة على خير ان شاء الرحمن انا هبقى يعني عندي سفارية كده صغيرة ان شاء الرحمن هابلكوا بإذن الله في مطلع الاسبوع اللي جاي أو تحديدة ممكن يبقى لحد اول اثنين هنشوف الامر ماشي ازاي لكن اسبوع ولا خير نتقبل على اول اسبوع اللي جاي باذن الله كنت طبعا سعيد جدا جدا في الكام يوم اللي كنوا ربعت دول معاكو ان شاء ورحمة نتقبل على خير باذن الله في الاسبوع اللي جاي اسبوع ولا الف خير اشتركوا في القناة